الشغلة اللي إحنا نشتغلها ونتعلمها شغلة خطيرة ممكن ترى في يوم من الأيام يطقون عليك الباب ويسحبونك وودونك للسجن السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم كيف حالكم طيبين إن شاء الله رسم بالله العظيم ما أدري شو أقول لكم ولكن شكرا والله العظيم على الكلام الإيجابي اللي قاعد أقراه في الكومنتات والله يسخر لكم يا جماعة خير ملائكتاً في السماء وجنوداً في الأرض الله يسعدكم وين ما وليت وجيهكم له شكراً بما تعنيه الكلمة قصة اليوم إجماعة الخير من القصص اللي ممكن تستغرب إنها تصير في عالمنا الحالي قصة من الرتم الثقيل مرة قبل ما نبدأ لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات ويلا خل نبدأ في القصة وذنما أنتم عارفين إجماعة الخير القصص دائما تحكينا أشياء صارت في الماضي عشان نحذر منها في المستقبل القصص عالم جميل في هذا الكون قصة اليوم إجماعة الخير ترجع للشخص اسمه إدريس والد الكبير عندي برضو أخوين أصغر مني ولكن أصغر مني بكثير إجماعة الخير والقصة هذه بدت مع إدريس يقول والقصة هذه بدت مع إدريس كانت بداية آثارها من عمر الأربعة عشر والخمسة عشر سنة ألمه يقول إدريس دائما أنا في بيتنا دائما أسمع أمي وأبوي تضاربون يقول دائما مشاكل بينهم بشكل غير طبيعي ودائما توصل مناقشات حدة داخل البيت والمشكلة أن المواضيع هذه دائما تصير قدامنا يقول درجة أن احنا صرنا نخاف أن أبوي وأمي ينفصلون يقول دائما على هذه الحالة ونحس أنه مننا مستقرين نهائيا ولكن عجزت أعرف الموضوع الأساسي اللي مسبب هذه المشكلة كلها يقول إدريس دائما والله العظيم أسأل نفسي أنا وش مسوي في الدنيا عشان أحصل ذي المشاكل داخل بيتنا وبرضو وش عدم التفاهم هذا البين أمي وأبوي ولكن حاط في راسي نسبة 60 أو 70% نهاية هذه المواضيع دائما تنتهي بالطلاع وبرضو زيادة على كده جماعة الخير إحنا ساكنين فيه شقة شقة بسيطة حرفيا على قد حالنا ومستوانة الدخل المادي ماهو العالي لا لا في المتوسط أو أقل من المتوسط بشوي يقول في يوم من الأيام انتهى أجار الشقة قالنا أبوي بناخذ عفشنا وناخذ أغراضنا ونروح نسكن عند أمي وأبوي ولكن راح نسكن في الدور الثاني وأنا وبين وبينكم كنت أحب جدتي وحب عماني الموجودين في البيت هناك وحس الجمعة واللمة هذه جمعة مريحة وتخلي أبوي برضو يسكح على وجهه أنه يتكلم على أمي أو يزاعق عليها يقول المهم في ذاك اليوم توني طالع من المدرسة واجه البيت اللي أبوي يقول لي يلا مشينها قلت وين؟ قال لي يلا بننقل بيت عمانك وبنسكن فيه قلت لابد يا يبه وصير أشيل مع أبوي الأغراض وحطها في السيارة لنبيت عماني يبعد شوي عن البيت اللي إحنا ساكنين فيه يبعد ما يقارب 15 و 14 دقيقة يقول إدريس والله شلت الأغراض مع أبوي ولين نزلناه في بيت عماني كان جدي موجود تحت أهو وجدتي وواحد من عماني وزوجته قلنا جدي أول ما قابلنا يا مرحبا ومسهلة هلا والله بابو إدريس يا مرحبتين ومسهلتين قم قم يا فلان قم عاونة قم عاونة شل معاه الأغراض يقوم عمي يجون بعض الصغارة جمعت خيري شلوم معنا أضر جدي مفرغ لنا فوق شقة مخصصة لنا قل من بعد ما حطينا الأغراض أبوي نزل عندهم وجلس أنا وأمي واثنين من أخواني الموجودين معنا اللي أمي قالت لي كلام أول مرة أسمح قالت لي يا إدريس إذا زادت المشاكل وصلت للطلاق لا تخاف ومن تبضيعين بإذن الله يتعين موجودة الكلام قالت يا إدريس أنا علمتك من الآن عشان ما تنصدم بعدين أدري إنك توك صغير ولكن أبوك وهلح ما يجي منهم إلا المشاكل يقولوا إدريس أنا قلت شوض عمي ما داني عماني ولا شوضعها لي تكرهم لذى الدرجة ليه ويسووا لها يا أخي عماني كويسين يا أخي ما قد شفت منهم أذية أبد يعني مستحيل الشيء هذا اللي قاعد يصير المهم مشت الأيام يا جماعة الخير صرنا نفطر تحت عن جدتي وما قد شفت من جدتي وجدي إلا الخير في يوم من الأيام إلا أسمع أبوي يتكلم على أمي يقول لها أنت مثل توبين من الشيء اللي قاعدت تسوينا خلاص أنا تعبد وأنا مدري إيش أحصلها منك ولا أحصلها منها لي يا أخي أفهمي أنا حسيت أن الموضوع يعني في شيء أمي يسوتها غلط وبيني وبينكم كلام أبوي على أمي المتكرر بدأ يشككني في أمي ينقص من قيمتها قدامي ولا أخفيكم صرت ما أحترم أمي بنسبة يعني كبيرة شوي ليه لأني أقول بما أن أبوي ينافق عليها ويهزئها فأكيد أن أمي دائما تكون مذنبة وأكيد أن أمي هي راس البلا نفسها المهم يقول إدريس في يوم من الأيام وأنا نازل من فوق من شقتنا نازل على بيت جدي طبعا الشقة جماعة الخير ترى مفتوحة على البيت الأرضي وروحت لهم دورة المياه أبغى أغسل وكنت مال بس تنعال يعني وأنا قاعد أمشي ما طلعت صوت نهائيا إلا أسمع جماعة الخير عمتي تقول شفتي أغادير طبعا أغادير هذي مين أغادير هي أم دريس يقولون أنها صارقة أحد الساعات اللي موجودة هنا في البيت وعمتي برضو في ذاك الوقت كانت تكلم مين تكلم أمها ليهي جدتي تقولون غادير صارقة ساعة والساعة هذه غالية تجي قيمتها بأربعلاف خمسلاف أنا أول ما سمعت الموضوع بيني وبينكم خفلت أمي تصرق لا لا مو ذا الدرجة أمي تصرق أمي ما وصلت ذي المرحلة عاد أنها تصير حرامية وتأخذ أغراض الناس مسكت والموضوع هذا جاب لي شكة وأطلع من بيت جديد يا جماعة الخير من تحت وارقا لين فوق وارقا مع الدرج المم لو أدخل بيتنا اللي أمي قدامي قلت له يما أبغاك شوي ياتو شفيك يا دريس يتنبيك شوي يما ودخلها في الغرفة وقفل باب قلت يما توسمعت عمتي تقول أن أغادير صار قساعة اللي أمي تقول يا عذاب هذه الساعة والله العظيم ما لي دخل فيها أذتني لا هي ولا أبوك حطيني إني حرامية يا إدريس والله يا إدريس إني ما صرقت شي روح أدخل غرفتي يدور يا أخي بهذلوني ذولي ما أدري متى يتوبون وكلنا من السوسة ذي عمتك عمتك هذه والله العظيم إنها رعية مشاكل الله يستر علينا وعليها وأنا قال لأبوك لا تنقلنا لبيت أهلك لأنها راح تصير مشاكل مستمرة ومستديمة ولكن أبوك ما يفهم كيث يما ليه وش السالفة قاعد تبغى علمك السالفة يا إدريس وتخلي الموضوع سر بيني وبينك يتلوشه يا إما قليلي قالت يا إدريس أبوك حرفيا أي شي يقولون لأهله على طول يجي طاير ويتهمني فيه يعني زي سالفة الساعة ذي ترى لها ما يقارب أسبوعين وأبوك قاعد يقول لي أنت صارقتها أنت صارقتها لأن أمه قالت له والسبب كله من وراء عمتك وأنا أتوقع يا إدريس ما راح نستمر أنا وأبوك في حياتنا ذي أبوك بهذلني بهذلة مبطبيعية وصرت يا إدريس في كل طلعة وكل روحة ترى قاعد يشك فيني يا أبوك بهذلني ما خلاني أرتاح نهائيا قلت يا إما قولي لا إله إلا الله وبإذن الله المواضيع راح تنحن قلت الله يعيننا بس على عمانك وعلى أبوك أنا سكت وبدت تتضحلي الأمور أن عمتي حرمة حرفية سيئة داخل هذا البيت وتنقل كلام منه ومنه وتنجس جدتي وجدي على أمي ويجون أهم يضغطون على أبوي وأبوي يجي من فجر على أمي عرفتوا السالفة هذه المو يقول إدريس ذاك اليوم طلعت ألعب كورة برة ولنا في بيت جدي ما يقارب أربع شهور أو خمس شهور يقول طلعت ألعب كورة وأنا راجع بالكورة حقتي داخل جوة إلا يحصي جماعة خير ولد عمتي جالس تحت وقاعد يتكلم على أمي ولد عمتي ركزها إنه ولد عمتي اللي قاعد يتكلم على أمي اللي هو ولد عمتي ذيك اللي تكلمت وقالت أن أغادير إيه اللي صار قساعة ولد عمتي هذا يا جمعة الخير وعمره يمكن في التسع وعشرين أو الثلاثين سنة والرجال برضو متزوج يقول مم قاعد يقول لأمي أنت ساحرتني وانت ساحرة ومادري إيش وإحنا شفناك ترمين مادري وشو يقول صار يقول في أمي الكلام اللي ماه فيها والبيت ذاك اليوم ما في إلا جدتي وجدتي كانت ساكتة وجدي كان موجود جوه ولكن جدي ما يسمع زين وصار يتلفظ على أمي تلفظ غير طبيعي وانت فيك اللي ما فيك وانت أصلا ما تربيتي وإحنا أصلا ما كنا نبغى نزوج أبو إدريس لك انت أصلا ما تستحقيننا وانت أصلا في المرتبة السفلة المم قام يستنقص من أمي ويتكلم عليها يقول إدريس أول ما سمعت الكلام هذا على طول طرت الجدي يا جد تعال أبغاك شوي ومدري إيش ولد عمتي يتكلم على أمي إلا جدي يا جماعة الخير طالع من الغرفة وجدي كبير ما بصغير طالعوا معاها عصى طالع لين الممر إلا يقابل ولد عمتي ويأخذ العصى يا جماعة الخير ويخبطه في رأسه ويخبطه الثانية قال ما بقلنت تتكلم على بنتي جدي يا جماعة الخير يوم قال كذا خافوا كلهم مخلي أمي إنها هي بنتة ويعاملها كأنها بنتة داخل البيت قال ما بقلنت تتكلم على بنتي أكسر ذلوع على ظهرك الحين والله لو تتكلم عليها أو أحد شفتها رافع صوتها عليها والله لا أوطى عليه وهذا العلم وجاكم إلا أبوي جاي ويناظره جدي قال أسمع أنت ليه متى كذا ما أنت رجال ليه متى أنت كذا أنت رخمة أي كلمة يقولون هذا الحريم تنطلق فوق وتتكلم على زوجتك وتراني أسمعك كل يوم لا تحسبني ما أسمع لحطي جماعة الخير إن جدي يعرف الموضوع كامل ويعرف كل شي إلا أبوي صار يا جماعة الخير يا يباس تهدي بالله ومدري إيش وإلا مدري إيش ويناظره أمي يقول لها أنت الحد الآن تجيبين مشاكل فارقي فوق إلا جدي يا جماعة الخير يخبط أبوي قال ما ترقى فوق ليه متى تحامل زوجتك كذا أنت تحسب أن هذه جايبة خدامة عندك تحسب هذه مو بنت ناس جدي يا جماعة الخير بدأ يكبره في عيني إلا شوي جدي يقول لأبوي اسمعي أبو دريس سربانات الناس ما هم لعبة عندك ولا هب ناس ينسى قول قدامك تضبط كلامك ووزنة عشان ما تصير مشكلة أكبر من المشكلة اللي أنت فيها الآن إلا يا جماعة الخير أمي تبكي وترقى فوق ولد عمتي يا جماعة الخير خاف شوي وطلع بره أهو وأبوي وطلعت أنا معهم أبغى أسمع إلا ولد عمتي يقول لأبوي اسمع ترى زوجتك سحرة بيتنا وزوجتك تراها سحرة وفيها اللي ما فيها وصار يا جماعة الخير يرمي كلام على أبوي ويقول دريس تبين لي أن أبوي شخص ما هو كفه أنه يتزوج أمي وشخص ما يقدر يرد المهم يقول لدريس مرت الأيام يا جماعة الخير يوم من الأيام توني بدخل البيت إلا أحص الأمي لابسة ملابسها وما أخذ بعض أغراضها وطالعها مع الباب وقاعدة تصيح تهي أمي شفيك عسى ما شر قالت أنا معدلي يجلسة في ذا البيت ومعدلي يجلسة مع أبوك أبوك شخص ما يستحق حرفيا أي شيء يتهي أمي استهدي بالله قالت لا لا معدلي يجلسة امشى إدريس معي يقول إدريس أنا طبعا مستحيل أخلي أمي مستحيل أخلي أمي لو يصير ليصير قتلها يما لحظاتي شوي ورقه فوق وصحي أخواني الصغار من النوم وقوا أمهم وأطلع معهم تحت لحظاتي جماعة الخير لجت سيارة ووقفت وركبنا مع هذه السيارة إلا صاري جماعة الخير هذا سواق خالي خذانا وودانا لين بيت خالي ودخلنا عليه أنا وأمي وإخواني مرحبا يا أختي يا مرحبا وما سألالا والله والبيت بيت تقول صاير قالت إن زوجي أبو إدريس يتهمني أني خاينته ويتهمني برضه أني أطلع مع رجال ثانين وصار يقط كلام وكلام والكلام هذا ما ينفع يصير بين زوج وزوجته إلا خالي يقول أفا أبو إدريس يقول كذا ويتهمك بهذا الشي إلا أمي تقول إي والله يا أخوي إنه من أمس وهو قاعد يقول لي هذا الكلام إنه وجع قلبي وما خلاني أرتاح في نومتي أبد إلا أمي تقول لخالي اسمع تراني قلت لا طلقني ولا عدلي قاعدة عندي إلا خالي يقول أغادير طلع الكلام هذا منك قالت والله يا أخوي ما عدا استحمل ما عدا استحمل العيشة معهم عيشت كله شك وحرفيا زوجي مبرجال لو إنه الرجال كان عرف يحكم عقله ويعرف كيف يتكلم معي المم قلت لها طلقني وسكت ولا رماها وأنا ما عدا أبغى يعيش معها إلا خالي يقول أغادير استهدي بالله والمواضيع رح تنحل وش السبب اللي خلى مشكلتكم هذه تكبر قالت للي خلى المشاكل هذه تكبر إنه عشنا في بيت أهله والعيشة في بيت أهله حرفيا هو اللي جاب لنا المشاكل يا أخوي التهموني بالسحر والتهموني إني حرامية والتهموني إني مجنونة والتهموني إني حرفيا ما خاف ربي حطوا فيني كل الاتهامات وأنا والله العظيم ما قد قصرت معهم وليعرف هذا الكلام كله مين اسأل أبوه أبوه يعرف كل شيء ويعرف أني إنسانة صالحة ولا لي في الخراب نهائيا اللي هي تقصد مين يا جمعة الخير اللي هو جدي وقالت فيه مرة من المرات أبوه جاني وقال لي اسمعي ترى أبوه دريس شخص ترى مو بذيك الثقة وأصبري عليه شوي ممكنه مضغوط ممكنه فيه شيء ولكن أصبري عليه وسائري الأمور معاه ولكن الآن أتوقع أني ما رح أجلس معاه ولا يوم إلا خالي يقول لأمي يستهدي بالله بإذن الله لأمور بتلحل قام خالي يجمعت الخير واتصل على أبوي السلام عليكم أبوه دريس تعال البيت أبغار شو السالبة مدريك قال تعال أبغار دخلنا إلا خالي قال ادخل دريس معنا وادخل معهم يا جماعة الخير إلا خالي يقول لأبوي لي متى يعني لي متى أنت قاعد تسوي ذالشي في أختي يعني لازم نكون حادين معاك ونصير قويين ورعين مشاكل عشان تحترم أختي وتقدرها يا أخي تراها أنثى في النهاية تعاملك القاسي هذا اللي معها ما ينفع ولا تحسب أنه واحد من أخوياك تصير تعامله بأي شيء وتقط عليه الكلام هذا السيء اسمع يا أبو دريس أختي أخا دير اللي هي زوجتك معت تبغاك ولا عت تبغى تشوف وجه جب لنا ورقة الطلاق والله يستر علينا وعليك يقول دريس بعد ما اسمعت خالي يقول كذا أنا في نفسي ما ودي الموضوع يوصل هنا ولكن مشكلتهم قاعدة تكبر شوية اللي أبوي يا جماعة الخير عرفت أنه ملعوب عليه المهم قط كلمة على أمي والكلمة هذه مبزينة كلمة تصفها إنها شخص حرفيا خاينة وإنها وإنها وصرقت قبل وصحرت الولد عمتي ومادري إيش المهم صرت أسمع كلام والكلام هذا والله العظيم إنها ما هو في أمي أغادير أبدا يقول دريس ما أدري وشجاني قلت يباه كلام ذالي قاعد تقولها كلها خطأ بخطأ أمي أشرف من الشيء اللي قاعد تقولها يا عيبة الابوي يقول لي أنت أسكت ولا أسمع ذلك كلمة قلت لأبشر شوية قال لأخالي خلاص بما أنك تقول هذا كلها في اخت خاص طلقها أختي بتعيش عندي تحسب إن كنت بالذل أختي والله لا عيشها عندي حياة ما قلت شافتها في حياتها أبدا لا عيشها عيشها كريمة ولا تعيش في عيشة الذل ذي لعندك قال أبوي يسمع طلاق من يمطلق بإذن الله الأمور بتهدأ وبرجعها اللي أخالي قال لي يسمع إذا تبي ترجع أختي عندها شرطين إذا بتوافق عليها رجعت أختي قال وش في شرطين قال الشرط الأول إنها تسكنها في شقة الحالة وبعيدة عن هلك ولا تسكن مع هلك نهائيا والشي الثاني لو لقت أختي أي اتهام حرفيا ترى ما راح يصير خاطرك طيب لا لا ما راح أخلي الحكومة اللي يدخل في هذا الموضوع لا راح نجتمع إحنا أخوانها وبنجيك البيت ونربغك لين تعرف إن الأشياء اللي قاعد تسويها غلط طبعا يا جماعة الخير خالي هذا كبير ماهب صغير أكبر من أبوي يمكن 23-24 سنة ولكن عارف إن الحل الأنسب اللي ينفع مع أبوي لأسلوب هذا يقول لدريس بعد ما شفت هذا الموضوع قلت بس الأمور راح تكون أفضل من قبل وحياتنا راح تتحسن أبوي وافق على شروط خالي وقال ما عندك مشكلة ولكن خلختك عندك أسبوعين وبعد أسبوعين بخليها تجي على ما أجهز الأمور وأشوف لي شقة وأشوف كيف أحل الموضوع هذا قال لخالي يا بيت زين ربي أعطاك أسبوعين ولا تتأخر فيها وصديقة جماعة الخير طلع أبوي من عندنا وجلست عند خالي ذا الأسبوعين والله العظيم إنها أفضل أسبوعين عشتها في حياتي أسبوعين بلا مشاكل وأشوف أمي تبتسم وتضحك وحسيت أن البيت مرتاح نهائيا ولا عد فيه أي مشكلة يقول لدريس جاء اليوم الموعود اللي أبوي بياخذ فيه أمي بنروح معاه لشقتنا الجديدة صدق مرنا أبوي وجاب هدية لأمي ويعتذر منها وركبت أمي السيارة وركبنا معها وروحنا لين الشقة الجديدة شقة جماعة الخير موجودة في نفس العمارة وكنا ساكنين يا جماعة الخير في الدور السادس فوق وتبعد عن بيت جدي ممكن ثلاثة أربعة كيلو ولكن بعيدها شوي لأن أصلا اللي ساكنين فيه حنى المكان قرية يعني يقوف ذيك الأيام كان عمري 17 سنة يقول سكننا في الشقة هذه وبدت تزين الحالة شوي وبرضو ذرحنا بيت جدان وعماني ولد عمتي هذا يا جماعة الخير اللي كنت أقول لكم كان يتكلم على أمي هذا اسمه أيمن يقول كلما رحنا اللي أيمن يقط كلمة على أمي كلمة كلمتين وكاننا حاقد على أمي مدريش فيه ولكن كنا نمشي الموضوع ولا نراه شيء ولكن لو استمر على كذا ممكن بعدين تصير مشكلة يقول دريس في ذيك الأيام طحنا في أجهزة الندى تتذكرونها يا جماعة الخير بأعلمكم وش أجهزة الندى كانوا طايحين فيها قبل فترة ممكن قبل 18 أو 17 سنة جهاز الندى يجي من شركة آيكم أو كنود يكون عبارة نفس الجوال قبل ما يطلع عن الجوالات اللي فيها مراسلات والأشياء هذه كان كل واحد يركب برج فوق بيته ويشتري المحول هذا أو جهاز الندى ذا ويخليه في البيت وفي ناس واجد صاروا يسوونه وبرضه في ناس منهم يكون معهم جهاز عادي اللي وهذا جماعة الخير اللي يطلع صوت ترد أقرب جهاز أقرب جهاز طبعا هذا بس مول الاستخدامات الحكومية لا كانوا يستخدمونه جو بيوتهم عشان إيش بالضبط عشان يطيرون الطفش والجهاز هذا جماعة الخير اللي هو الايكم أو الكنود أو جهاز الندى نظامه يشتغل على موجات والموجات هذه تابعة الموجات الراديو يكون كيف بالضبط مثلا إذا أنا يا سامة حطيت موجة مثلا 144 وإنت حطيت موجة 144 وهذا حط موجة 144 أي واحد حط في الجهاز موجة 144 يدخل معنا في هذه الموجة وصير يسولف معنا يعني يدخل معنا كأننا في مجموعة وقروب يصير يسولف معنا ونسولف من هنا ووحد يسولف من هنا واللي يغني من هنا واللي يقول شعر من هنا يقول إدريس في ذيك الأيام مم مع هذا الجهاز لمع هذا الجهاز حرفيا هو عايش في أقوى رفاهية في حياته يقول الجهاز هذا كان موجود عند ولد عمتي وكان برضه مركبة في سيارته كان يتمشون فيه في الشارع ويسولفون يقول كان الجهاز هذا عند ولد عمتي اللي هو أيمن اللي هو كان يتكلم على أمه ويقول له الكلام البذيء ذا وكنت أشوفه برضو يا جماعة الخير وجالس في السيارة الصوت طالع برة يسولف مع ناس واجدين ويضحكون واللي يقول شعر واللي يقول أغاني المهم ذاك الجهاز في ذيك الأيام كان ترند وكان مكسر أم أم الدنيا في ذيك الأيام يقول إدريس أنا نفسي يكون عندي هذا الجهاز وأبغى أشتريه باللي هوبه ولكن ما مع أي فلوس كثيرة وفمريت يا جماعة الخير وحصلت الجهاز هذا كأنه جهاز محمول ليهو جهاز الندى العاين ولكن اللي في السيارة وفي البيت طبعا راح يكون أغلى وأفضل ويوصل برضو يا جماعة الخير مناطق بعيدة ولكن الجهاز هذا اللي في يدي يوصل ممكن 6 كيلو 7 كيلو يقول إدريس شريت الجهاز هذا وصرت أدخل معهم الموجة هذه وصرت أسولف وذيك الأيام يعني كان عمري في 17 ونص داخل الثمانتاعش يقول أسولف معهم وأتكلم يقول طبعا الموجات هذه تقدر تبدل فيها مم بس موجة واحدة 144 لا فيه 144 بوين تقدر تحط واحد اثنين ثلاثة إلى ما لنهاية يقول إدريس في ذاك اليوم كنت أفشان مرة وكان الوقت صبح وبرضو ما في أحد قاعد يرسل داخل الموجة هذه داخل جهاز الندر وفصرت أتمشى بين الموجات أقدر أنزل حبة حبة أدخل مرة على واحد أدخل مرة على اثنين يتكلمون واحد يسولف بموضوع يقولي والله مسكنا الموضوع هذا وسوينا الموضوع هذا وعلى هذه الحالة يقول إدريس وأقلب وأقلب لين وصلت إلى جماعة خير عند موجة 101 يقول يوم وصلت عند موجة 101 إلا سمعت صوت مين صوت أيمن ولد عمتي ولكن الموضوع اللي سمعته موضوع شدني بشكل كبير وقلت سبحان الله ربي يمهل ولا يهمل إلا في شخص جماعة خير قاعد يهدد أيمن قاعد يقول له والله العظيم لشرشحك وافضحك عند زوجتك وعيالك وما خليك حرفيا ترتع في حياتك إلا أيمن يقول له تكفرني طالبك والله العظيم لسويه لك اللي تبغى اللي تبغى بسويه لك ولكن استر علي والله أني غلط والرجال هذا جماعة الخير قاعد ياخذ ذي رايح جاي والله ما خليك والله لخلي زوجتك تطلق وما خليك ترتاح ولد عمتي أيمن قاعد يترجى تكفر تكفر وأسمع يا جماعة الخير مع الترجي هذا قاعد يصيح والله ما ليدخل والله أني غلط وانأسف يا أخي أنا والله العظيم الإنسان ما يغلط تكفر أني طالبك تكفر وهذاك يا جماعة الخير لا حياته لمن تنادي ولكن ما أدري وش الموضوع اللي صاير بينهم وش الموضوع اللي صاير بين أيمن والرجال الغريب هذا اللي قاعد يهدده إلا أسمع يا جماعة أخير الرجال هذا شو يقول له يا إلا بكرة أبغاك تدخل على نفس الموجة هذه 101 على الساعة 8 الصبح أبغاك تكون موجود إلا أيمن يقول له ابشر ابشر والله لا أدخل يا إلا أيه تعال بكرة إن شاء الله وإنتفاهم يقول إدريس وأطلع من الموجة طبعا إذا دخلت الموجة يا جماعة أخير ترى ما حد يدري أني موجود ما حد يدري ليه لأن الجهاز أنا والسنسر هذا ما أضغط عليه لو أضغط وأتكلم راح يدرون أني قاعد أسمعهم وأتكلم معهم يقول إدريس أنا سكت ومشيت الموضوع ولكن الآن قلبي ناغذني يبغى يعرف وش السالفة وش الموضوع اللي خلى أيمن ولد عمتي يترجى الرجال هذا ويقول له أستر علي وقلت برضو سبحان الله ربي يمهل ولا يهمل ربي حرفيا ما يخلي المظلوم وجاء اللي ياخذ حق أمي يقول إدريس سكت ومشيت الموقف وبكرة إن شاء الله الساعة 8 الصبح فسنتر عندهم بأسمع وش السالفة بالكامل المهم يا جماعة الخير يقول إدريس في اليوم الثاني على الساعة 57 دقيقة وأنا جالس عن جهاز الندى حقي وحطت في القاعدة حقة الشاحن ومشغلة وحطت على نفس الموجة وانتظر بس يا جماعة الخير يدخلوا للموجة نفسها اللي حددوها اللي هي موجة 101 يقول إدريس حطيت الموجة وانتظارت والجهاز قدامي جت الساعة الثمانية بالضبط شوي اللي أحصل يا جماعة الخير أي من دخل الموجة وقال السلام عليكم في أحد موجود ما رد عليها أحد فانتظرت أسمعه وأنا مطول على الصوت أبغى أسمع كل كلمة يقولونها يقول انتظرت أبوه يمكن ثمان دقائق تسع دقائق يقول لها دخل الشخص الثاني اللي في الموجة اللي كان يهدد أيمن دخل قال سلام أيمن موجود شوي اللي أيمن يرد عليه ايه موجود هلا والله قاله مرحبا حياك الله شوي اللي أيمن يقول له ها بشر وش فكرت فيه انت بترحمني وتخليني أمشي في ذا الدنيا ولا رح توقف الطريق في وجهي قال لا اسمع يا أيمن تبغى مشي لي كل أمور وسهلها تدفع لي مبلغ عشرين ألف فاذا تدفعت لي هذا المبلغ والله العظيم ما عاد أجيك ولا عاد أتعرضك نهائيا يقول لها دريس اللي أسمع أيمن يقول له يا ولد عشرين ألف كثير وش فيك انت قال له هذا اللي عندي تبي ولا بكيفك شوي اللي أيمن قال طيب وش يضمنني انك ما راح تعيد الكرة هذه من جديد قال لي ما عليك انت تدفع وبتشوف كل شي بعينك الممرد عليه أيمن يا جمع ذي خير الرد الأخير وقال له طيب عطني مهلة وأنا بفكر وخلنا كل يوم على تواصل على الساعة الثمانة الصبح على الموجة هذه نفسها اللي الرجال الثاني يا جماعة الخير اللي يهدد أيمن قال له انت الحد الآن تفكر أجل بكيفك خلاص لك مهلة أربع أيام وكل يوم الساعة الثمانية خلنا على موجة 101 وبإذن الله نشوف يش تزير معك اللي جماعة الخير طفوا أجهزتهم وطلعوا يقول لدريس أنا عرفت الآن ان فيه شي هذا ماسك على أيمن وقاعد يبتز فيه وأيمن طايح في ذا المشكلة ولا يعرف كيف يخارج نفسه والمشكلة هذه ما هي مشكلة حرفيا بسيطة لا واضح انها مشكلة كبيرة مرة راح تخلي أيمن يدفع مبلغ 20 ألف بدون ما يحسب لها أي حساب مبلغ 20 ألف ذي كل أيام مبلغ قوي المهم يقول بعد ما طلعوا من الموجة أنا تكيت على الجهاز يمكن أبو ساعتين كذا وصرت يسولف مع الناس وبعده قفلت الجهاز حقي وخليته وموضوع أيمن قاعد يأكل معاي ويشرب أبغى أعرف الرجال ويش ماسك على أيمن بالضبط وليه أيمن كذا قاعد يمشي تحت أمره بدون ما يقول له لا أبد المهم يا جماعة الخير في نفس اليوم هذا صادف إن جدتي مسوية عزيمة في بيت جدي ومجمعتنا كلنا عشان عمتي جاهة ولد المهم تجهزنا احنا كلنا أنا وأمي وأخواني عشان نروح بيت جدتي ولي راح يودينا يا جماعة الخير اللي هو أبوي المهم خلصنا مورنا وخلصنا أغراضنا واركبنا الله يسلمكم مع أبوي السيارة وتوجهنا لبيت جدتي وقف أبوي نزلنا أنا قاعدت مع العيال أسولف معهم وإخواني الصغار دخلوا مع الصغار فأنت أقول لهم خلاص ما باقي إلا شهرين وخلاص أتخرج من الثانوية وإن شاء الله الأمور تزينوا على هذه الحالة يقول فجأة وأنا قاعد أسولف مع الصغار هذولي إلا جاء أيمن وقف كذا عند الباب ووقف سيارته اللي هي الجيب ونزل لي نظر فيني قال لي هلب ولد الساحر قلمهم إلا عيال عمتي اللي جنبي استنكروا الموقف والموضوع وقالوا لي أيمن وش فيه عليك قلت لهم والله ما أدري قلت لهم ولكن أيمن دايما شخصنا بيني وبين أمي ما أدري شوضعه إلا عيال عمتي يسولفون ويقولون قدري استبيل جد والله يا عمتي هذه ما أحد يواطنها من عماني ولا عماتي يا أخي شيطان العم هذه شيطان بما تعنيه الكلمة قلت لهم بالله يعني الموضوع هذا مو بس في بيتنا قالوا يا رجال مو في بيتكم بس يا رجال عمتي هذه تسببت بمشاكل الأختي وأمي بشكل أنت ما تتوقعه عمتي هذه صدقني مو إنسان لا 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 عمتي هذه شيطان موجودة على الأرض والله يكفينا شرها لحظتني جماعة الخير أن هي العمتي برضو متوجعين من عمتي هذه واضح أن عمتي هذه لها مشاكل كبيرة في العائلة وما خلت أحد في حالة قلت لهم زين زين إلمهم إلا أدخل جوه يا جماعة الخير وناظر أيمن إلا أيمن أشوفه يتكلم على هذا ويتكلم على هذا وقوف نفسي سبحان الله أمس حرفيا قاعد يتكلم بخوف ويترجع الرجال هذاك والآن مسوي نفسه رجال قدام عمتي المهم نادونا يا جماعة الخير للعشاء قالوا اقلطوا طبعا إحنا متعودين في كل عزيمة كل أم تجيب مأكلات منها للبيت عشان تشارك فيها السفرة يقولوا المهم أمي جايب بعض الفطاير البسيطة وجايبتها معها من البيت يقول فرشناها وحطيناها وإحنا جلسين على السفرة طبعا الحريم على الجهة اليسار والرجال على الجهة اليمين يقولوا المهم حطوا العشاء والفطاير هذي كانت موجودة عند الرجال إلا أيمن يأكل الفطاير هذي ويناظر فيها وياكل منها ثاني أو ثالثة ورابعة بعدين سأل قال الفطاير هذي من جابها المهم قالت لجدتي هذي فطاير ومدريس إلا شوية جماعة الخير لأيمن يرمي النعمة ويقوم لدورة المياه ويحاول يرجع الشي اللي يكلاه ويصير من جن أنا أكل من ذي أنا أكل من ذي وابويه يقول له يا أيمن هدي يا رجال وفكنا من المشاكل أنا ما أكل من زوجتك زوجتك ذي راح يتبلو بلاوي فأكيد إنها حاطة شي في الأكل برضو تبغى تسحركم انتموا تأكلون إلا أم الولد اللي هي أم أيمن ساكتة وما تكلمت ولا قالت شي طلع أيمن بره يا جماعة الخير وانا مولع فيني حرفية النار والله الموقدة قاعدة تمشي بصدري ومنقر من أسلوب أيمن وتعاملة مع أمي قلت خلى يطلع بره والله لعلمه ويطلع بره جماعة الخير أيمن يوقف عند زاوية البيت ويطلع الدخان حقه ويصير يدخن وأنا بيني وبينكم طالع بره أصلا أبغى دور مشاكل معه اللي يناظرني ويقول لي قال لي وش تناظر انت قلت له لا ما ناظر شي قال لي لا تناظر خل وجهك من هناك عشان ما أسطرك يا بزر قلت له طيب اسمعي أيمن أنا بس ألك سؤال ولا تطول معي بي قلت له تعرف موجة 101 يقول أول ما قلت له تعرف موجة 101 وجه أيمن تخير بالكامل حرفيا يا جماعة الخير تخيرت كل تفاصيل وجهه ناظر فيني ويوفات عيونه بشكل مبالغ فيه قال لي هاي انت وش دراك عن موجة 101 بعدين تعال تعال يسحبني يا جماعة الخير على جنب يقول لي اسمع اسمع يا هدريس وش دراك عن موجة 101 قل لي يتلاله أنا بس كنت أبغى سلك سؤال بسيط عن موجة 101 قال وش تعرف عن موجة 101 يقول ليدريس ما أدري كيف ربي أنطقني بدل كلام والكلام هذا حرفيا سبب له صدمة بشكل مبالغ فيه قلت له اسمع يا ايمان أعرف ان واحد من العيال قاعد يبتزك وعنده أغراض لك موجودة عنده ولكن اسمع حسن بالله العظيم لو ما تتعلم الأدب وما تتكلم مع عمي بأسلوب مناسب والله ما أخليك يقوله شوي لا ايمان تغير وجهه ادريس وجد الكلام اللي قاعد تقوله اركب اركب معي السيارة اركب أبغاك قلت له لا لا من يبراكب معك جماعة خير أنا خفت اركب معاه قلت له يسوي فيني شي ذا ممصاحي قال لي اركب والله العظيم ما ضرك اركب أبغاك ضروري تكفى يا ادريس اركب قلت له يلا زين يقول ادريس حسيت الآن أني أنا الآن في وضعية الهجوم والرجال هذا اللي اسمه اي من ومسوي نفسه عن ترجوه طالح حرفيا ما يسوى شي اركبت معه السيارة وقال لي اسمع يا ادريس تكفى انت عرف الموضوع قلت له يا اعرف الموضوع كامل ولكن أنا ترى لي فترة ساكت عنك ولا ابغى اقول اي شي شوي اللي قال لي تكفى يا ادريس تكفى اذا تعرف الرجال خليه يتركني يقول ادريس قلت له اسمع انا والله اذكرنا قال للولد انه طلب منك مبلغ كذا شخص عشان يدبرني قلت له طيم زي قال تكفى يا ادريس اني طالبك طالبك انك تساعدني قلت له والله بشوف ان شاء الله عطني يوم يومين وراح اكلمك ادريس 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 اتخليني انا ولد عمت وما ادري ايش قلت له يصير خير يصير خير واطلع يا جماعة الخير وانزل من سيارته وانا مبسوط فيني سعادة حرفية لا توصف قدرت يا جماعة الخير اسيطر على الشخص اللي يتكلم على امي داخل بيت جدي وبديت امسكه مع اليد اللي توجعه دخلت الموم جلست معهم لين انتهت ديك العزيمة ونرجع يا جماعة الخير لبيتنا وانا قاعد افكر اقول حين انا كيف دخلت نفسي في هذا الموضوع وانا ما اعرف اي شي عن القضية اللي هو فيها ولا اقدر اساعده ولكن رأى عايشة في الواهم هذا لين تهدى الامور يقول الموم اليوم الثاني اللي الرجال واقف عند بيتنا متصل على ابوي يقول خلي دريس ينزلي ابغاه انا مكلمه في موضوعه وابغاه من زمان وانزله قال لي هاي يا دريس كلمت خويك ولا ما كلمته هل عندك رقم جواله او شي قلت لما راح اعطيك اي رقم له ولا راح اخليك تتواصل معه واتوقع انه متفق معاك على موجة 101 كل يوم الساعة 8 الصبح ادخل وسولف معاه بس لا تقول لاني انا تواصلت معك لانه مؤمنني وصلت قلت ولد عمتي فقلتها لك من الان ولكن اذا تبغى تقول له قلة عادي ولكن ترى راح احطك في موقف غبي وممكن معد ياخذ منك الفلوس ذي ابن يقوله شوي طرف موضوع فيه مخي يتبين ان ايمن لسانه طويل ويتكلم على امي بعرض عليه هذا العرض واذا فاد هذا العرض معاه ما ادري والله العظيم كيف راح اساعده ولكن اني موكل امري على ربي وباذن الله تنحل او اني في النهاية اسحب عليه يقول قلت لأ اسمع ايمن تبغى حللك الموقف كامل قال تكفى تكفى يا ادريس اني طالبك انك تساعدني قلت لأ اسمع الموضوع كالاتي ابغاك تروع عند جدي وجدتي وهم اجتمعين عماني وعماتي كلهم وابغى برضو امي تكون موجودة وابغاك تعتذر عند جدي وجدتي انك شخص كذاب وقاعد تطلع على امي كلام وتطلب من امي انها تسامحك وقال برضو ابغاك تتكلم على امك وتقول ان كلام امك كلها خطأ وتعارض امك فيه اذا سويت هذا الشي ابشر من عيوني يقول ادريس ايمن صار في وضعية حرفية ما ادري وشي صار يا جماعة الخير يتضارب بين نفسها هل احمي نفسي مقابل اني افضح نفسي عن جدي وجدتي وبرضو عند عماني وعماتي او اني ادفع للرجال ذاك المبلغ العشرين الف واقفل على الموضوع ولكن يا جماعة الخير لحظات ما مرت الا ثمان دقائق عشر دقائق قال ايمن لي خلاص بس توعدني يا ادريس انك توفي بعدك وانك تساعدني وتخلصني من رجال هذا يترابه تبشر وعزيمة اجمع فيها عماني كلهم وجداني وجداتي وباذن الله ما اقصر معاك قال لي خلاص ابشر وانزل من سيارتها وادخل على طول عند امي وقول لا يما العزيمة الجاية بغاك تجين تك فين طالبك قالت ليه قلت له والله يا امي اذا ما اخذت حقك انا قسم بالله يا العظيم مني بدريس قالت لا تكفى من نفسي بمشاكل قلت له يا امي بدون مشاكل بتشوفين باذن الله الاسبوع الجاية في العزيمة الجاية راح اخليك طالعة من بيت جدي وانت رافع راسك فوق قالت لي امي باذن الله قلمهم يا جماعة الخير شافي ذاك اليوم يوم العزيمة اليوم الموعود المنتظر بالنسبة لي يقول واروح العزيمتهم وادخل عليهم سلام عليكم عليكم السلام وانتظر الجمعة تصير ويجتمعون كلهم وانتظر برضو اي من يجي عشان يجي يقول الكلام اللي راح يبري امي قدامهم كلهم وصدق يا جماعة الخير لحظات الا موتر اي من واقف عند الباب وداخل يقول لي اسمع ادريس على وعدنا يتلابشر على وعدنا ادخل بس يقول بس انا بغايا يدخل يتكلم ما ابغى مننا اي شي ابغى بس ابري امي المم قال سلام عليكم وقال يقول كلام يا جماعة الخير طويل بداية يعني انه بيفتح سالب وانا والله ما ادري كيف افتح هذا الموضوع والموضوع هذا منحرج منه من زمان ولكن الدنيا ما تستاهل انا حابة اعتذر من ام دريس على الشي اللي صار مني ومن امي ان احنا قلنا اشياء فيك وهي مهف فيك والله لا انت براعية سحر ولا انت براعية خراب ولا انت براعية حرفية لف ودوران واحنا اصلا ظلمناك وقلنا فيك كلام ما هو فيك واتمنى انك تسامحيننا ولا تشيلين في خاطرك علينا والدنيا دي والله يوم ادريس ما تسوى يقول ادريس انا مستانس وابوي قاعد يناظر نظرات خريبة مستغرب اللي على طول يلف عليها ايمن قال لا اسمع يا ابو ادريس انت حرفيا فتحت اذنك للسوالف اللي مالها داعي والله انزوجتك ما لا ادخل المو ما انا حبيت اقول لكم الكلام هذا والوجه من الوجه ابيض وسلام عليكم يقول طلع برا ايمن يقول وانا اطلع براه اللي قال لي اسمع ادريس انت راك حطيتلي موقف مخيص ولكن كل هذا عشان بس الوعد اللي وعدتني اياه خلاص اكلم لي الرجال يقول ادريس قلت له اسمع ايمن لا تستعجل الموضوع يعني احتاج وقت ولكن اي شي اقول لك تسويه تمام خلاص عدني رقم جوالك يقول واخذ مننا الرقم جواله وقلت له خلاص راح اتواصل معك قال لي تاكفى يا ادريس قلت له لا تشيل لا تشيل ام ووضوعك عندي وبإذن الله بيرحل طبعا ادريس يا جماعة الخير قاعد يقول الكلام هذا هو حرفيا ما عنده اي شي يسويه بس اهم شي انه برا امه قدام جده وجدته يقول واطلع ذاك اليوم من العزيمة اللي امه تقول لي ادريس وش سويت وش فيه الولد كذا تغير قلت يا ايمن مو انا قيل لكني باخذ حقك لا تشيل انام والقادم باذن الله اكبر وافضل حمشي انت ستانسي ولا تشيلين في خاطرك شي يقول للمهم وارجع البيت وقاعد افكر كيف الحين اطلع صدق ايمن وكيف اساعده في الموضوع اللي هو طايع فيه وقاعد افكر يمين يسار قلت خلني اروح استشير احد من اخوياي وعلمه بالموضوع ممكن عنده حل وصدق يقول ادريس طلعت الواحد من العيال يدرس معاي في الثنوي وقلت لنا يعني موضوع بشكل مشابه ما هو الموضوع الحقيقي قال لي اسمع تبغى الحل رح للمباحث الجنائية وهم باذن الله راح يساعدونك يدرس متأكد قال لي متأكد وصدق يا جماعة الخير يقول في ذاك اليوم يقول خدت سيكري ذاك اليوم وتوجهت ليه مقر للمباحث الجنائية ووقف السيكري الحقي وحصل عسكري موجود قدامي السلام عليكم عليكم السلام قال هالأ بوي اش بغيت قلت لسمع انا عندي موضوع والله اني منحرج منه وانا قاعد اتكلم ليجيني عسكريين ثلاث عساكر جمعوا علي قال لي وش الموضوع في حجايك متكلم عليك بسويلك شي يتلم لا لا الموضوع ثاني ولكن توعدوني انكم بتحلونا بسرية قلوا لي ابد ما يصير خاطرك الا طيب وش بغيت يقول لدريس المون فكيت حرفيا السبحة للعسكري هذا قال لي اسمع وعلمت بكل شي صار قال لي العسكري يقول ميت ادريس انا اللي فهمت انك تبغى تساعد ولد عمتك من موقف حق بتزاز قلت له ايه وبدون ما تصير مشاكل قلت له ايه قال لي خلاص الموضوع عندي خذ رقمي سجلي عندك وابغاك تقول ولد عمتك يتفق مع الرجال هذا في مكان محدد فيه عشان يسلم الفلوس وابغاك تعطيني الاحداثية هذه بالكامل وباذن الله ان احنا راح نقبض عليهم ثنينهم ونمسك الرجال المبتز وناخذ منه الجوال حقه والاغراض ونحذف كل شي عنده قلت له خلاص ابق زين وصدق يا جماعة الخير اتصلت على ولد عمتي ايمن وقلت له قلت له اسمع نسق الحين مع الرجال على موعد سلم المبلغ قال لي انا ما معاي المبلغ قلت له يا خين تفهم الكلام اللي يقوله لك طبقه حرفيا بشكل مطلوب لا تقعد تعرضني تكلم الرجال الان وقل له اني انا راح اتقابل معاك في المكان الفلاني هذا وحدد له وقت واذا كلمت علمني يا خلاص بكرة الساعة اثمان الصبح راح اكلمه باذن الله بعدين قال لي هما هو خويك وتعرفه يترى يا اخي انت لا تسأل اسئلة ما لك دخل فيها الكلام اللي يقوله لك سوه وانت ساكت يقوله اقفل الخط الحرفية منه يقوله لكن لحظت اني الان صرت صاحب الموقف مع العلم ترى ايمن اكبر مني ما يقارب 11 او 12 سنة شخص كبير علمه بجمعة الخير على الساعة اثمانية الصبح وامسك الجهاز حقي حق الندى وادخل على موجة 101 واسمعهم يتكلمون يحددوا المكان انه راح يسلمه مبلغ المادي في حارة قديمة حرضية واخذ الاحداثية ذي مباشرة واتصل على العسكري وعلمه بالشي اللي صار قال لي خلاص تمام باذن الله ولكن علمني الوقت اللي راح يتقابلون فيه قلت له قاله انه راح يتقابلون الساعة 11 ليل جلبه 3 شلام وقفل يا جمعة الخير على طوب من العسكري الا بعدها على طول اتصل عليه ايمن السلام عليكم عليكم السلام ترى اتفقت معاه هو قاعد يعلمني الاحداثية وانا عارف حصلا وش صار قلت خلاص زين ابا اروح معاك في سيارتك في لحظة تسليم حرفيا الفلوس قال لي خلاص زين بس ابقاك تركب ورا قلت لابد صدق يا جمعة الخير ويمرني في ذاك اليوم ايمن واركب معاه ونروح نتوجه للمكان الموعود اللي اتفقنا احنا والشرطة والشخص اللي راح نسلم الفلوس انه نتقابل فيه يقولوا ونوقف هناك اللي تجينا السيارة وقفت قدامنا ونزر رعيها من السيارة قال مرحبا الفلوس معك ولم معك في اللحظة اللي توا قاعد يتكلم اللي يجون عساكر اثنين ويقبضون عليه ويطرحون على ارض يا جماعة الخير ويسحبون جواله ويسحبون اغراضه المهم خذوا الجوال يا جماعة الخير وصادروه ويحذفه وكل اللي فيه وطقوه طق مو طبيحي طق حرفيا ما فيه رحمة شوي اللي العسكر يقول لي ها يا ادريس امورك تماما الحين قلت لأ ايه المهم اللي العسكر يقول لي خلاص الحين ترحذفنا كل شيء حرفيا تو متاء اللي هي عليه يقول ادريس اللي ولد عمتي جاني وعطاني اجمعة الخير مبلغ خمسة لاف قال هذا مبلغ لانك ساعدتني واصر على الموضوع ولا تقول لأحد ان هذه السلفة صارت قلت لها ابدا ابدا وما يصير خاطرك الا طيب يقول ادريس مرت حرفيا ايام بسيطة ما يقارب ستة وسبع شهور يقول وخلصت انا حرفية المرحلة الثانوية واموري ممتازة يقول اللي يكلمني ولد عمتي ايمن ويقول لي ادريس ابغاك ضروري تكفى قلت لها ليه وش فيك قال ابغى اتقابل معاك في اقرب وك قلت لها ابشر وانزل يا جماعة الخير دق اليوم واركب معا السيارة قال لي اسمعي يا ادريس شفت الرجال ذاك قلت لها يرجال قال لي الرجال اللي اتفقنا مع المباحث وقبضوا عليه قال انه طلع من السجن وارسل لي اليوم رسالة والرسالة هذه خوفتني قلت لها وشه قال لي اسلمك فيه تطبيق جديد الان توه نازل اسمه انستجرام قلت لها ايوه يقول ما منحط فضايحي داخل الانستجرام وخلى الحساب هذا برايفت قلت لها ايوه وش بعد قال اسمع وعرف انه عندي حساب لاني كنت كاتب اسمي وضافني وارسل لي في الخاص قال لي اقبل وراح تشوف كل فضايحك حرفيا في البوستات اللي موجودة داخل الحساب يقول وادخل صدق واقبل الا احصل فضايحي كلها داخل الحساب اذره راسل يا جماعة الخير صور الفضايح لقبل الى جوال ثاني عشان يصير يبتز فيها ايمن بعد ما يطلع من السجن شوي يا جماعة الخير لا ايمن يسألني قال لي ادريس ممكن تقول لي انك انت تعرفه وعندك تواصل معاه يقول ادريس قلت له يا ايمن ركزوا شوي تذكر يوم يقبضون عليها المباحث انا اللي كنت مبلغ عليه صح ولا لا لاني انا كلمت بالطيب ورفض يجي بالطيب انا قطعت معاه العلاقات والحين اوه له بخويي ولا اعرفه ولا يتواصل معاه نهائيا طبعا يا جماعة الخير الكلام اللي قالها ادريس كلام غير صحيح ادريس من البداية اوهو اصلا ما يعرفه شوي ايمن قال لي تكفى يا ادريس لا تخليني في هذه النقطة وتكفى ابغاك تساعدني وش الحل اللي تشوفه نسويه عشان ننهي هذا الموضوع من جذوره قلت له اصبر علي يا ايمن يوم يومين وباذن الله اني راح اردلك قال لي خلاص انتظرك المهم يا جماعة الخير يقول ادريس نزلت من عنده ورقيت البيت وقعد افكر لحد الان كيف راح اقدر اساعد ولد عمتي ايمن في الموقف اللي طاح فيه والمشكلة الموقف هذا اللي طاح فيه موقف فيه في ضيحة كبيرة سواء عليه او سواء على ابوه وامة المر قعد تفكر يمين قعد تفكر يسار ما حصلت اي نتيجة ممكن اتوصل لها من هذا المأزق اللي طاح فيه افقلت لي ما اروح للبحث الجنائي مرة ثانية واقول لهم على هذا الموضوع ممكن يكون عندهم حل يقول ادريس توجهت يا جماعة الخير الى مركز البحث الجنائي وابحث عن الشخص اللي قدت ساعدني قبل وحصلت له وقلت له الموضوع بالكامل قلت لان فيه تطبيق جديد اسمه انستجرام تهو موجود والتطبيق هذا يعني جديد ان يوم مرة واول يا جماعة الخير ما كان فيه تشعب في التطبيقات نفس الان يعني الان لما يطلع تطبيق جديد احنا اصلا متعودين عليه من قبل لان له تطبيقات مشابهة له من زمان ولكن في الفترة اللي قبل ترا كان تطبيق الانستجرام عبارة عن ثورة في ذاك الزمان شي قوي مرة اوه خاصة ومع تطبيق البلاك بيري الشيين هذولي كانوا من اخطر الاشياء اللي كنا نشوفها ان احنا وصلنا مرحلة مرة قوية في التطور المهم قلت الكلام هذا للضابط قال لي الضابط وش هذا تطبيق الانستجرام وش قاعد تقول انه انا ماني فاهم شي من اللي قاعد تقوله قال انا بس اللي عندي واحد هدده نتفق معاه في موقع ونطرحه الشي اللي قاعد تقوله ترى شي صعب اني اسويه يقول قد الادريس طيب ابغاكم تقبضون عليه مرة ثانية قال لي العسكري قال لي طيب وش يثبت ما في شي انجايبه يثبت انت جايب لي ذا الحساب اللي موجود في الانترنت هذا ما ادري وش ذا اللي قاعد تقوله لي يعني هذا ما في اي حرفيا ادلة تثبت انه اوه الشخص اللي قاعد يبتزه قد طيب ما في طريقه يمين يساعر تسوون اي شي قال لي العسكري تراك انت الان ممكن قاعد تتبلل رجال واحنا ما ندري الان هل كلامك صحيح ولا مو بصحيح يعني مستحيل واحد طو طالع من السجن يروح يعيد الكرة والخطأ اللي طاح فيه قبل هذا كلامك يعني ما راح يؤخذ به والله يستر علينا وعليك انا هنا جماعة الخير ضاع راسي ما ادري وش يسوي مع ولد عمتي هذا المهم طلعت جماعة خير من قسم الشرطة ورح توجهت على طول الخويه خويه هذا من ايام الثاني وهو معاي وبرضه قد استشارتها قبل وعلمني استشارة بسيطة عن ذا الموضوع فقلت خلني اروح واستشيرة ممكن عنده بعض المعلومات اللي يقدر يفيدني فيها وصدق خويه هذا لا اخفيكم ايام الدراسة كان دافوره شوي وكان برضه هو الطالب الوحيد اللي عندنا في المدرسة واتوقع في منطقتنا يتكلم انجليزي في ذيك الايام لان ذيك الايام يا جماعة الخير ما حد يتكلم انجليزي الا اللي قد اشتغل مع الاجانب في عمله يقول ادريس وانطلق له واروح لين بيته واطق عليه الباب اللي يطلع خويه مرحبه لو والله كيف حالك طيب اسمع ابغاستيشيرك بعض الاشياء انت فاضي ياللي يسمي يا ادريس وش بغيت قتل الموضوع كذا 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 والشخص اللي قبل قتبلغنا عليه يبتز ولد عمتي من جديد بعد ما طلع من السجن وقاعد يبتزه في تطبيق جديد توا نازل للساحة اللي هو تطبيق الانستجرام تقدر تساعدنا في الموضوع ذا قال يعني المعلومات هذي كلها موجودة على الانترنت قلت لهي نعم موجودة على الانترنت قال لي طيب ادخل ادخل وادخل معي جماعة الخير ويدخلني لين الغرفة حقته كان عنده جماعة الخير جهاز كمبيوتر انصدمت اول ما شفته اول مرة اشوف هذا الجهاز حرفيا على العين المجردة كلها كنت اشوفه موجود في الانترنت يعني ما قد لمسته ولا اعرف كيف استخدامه شوي قال لي ابوي تو شريلي جهاز الكمبيوتر هذا حال خلندخل نبحث على الموضوع اللي انت قاعد تقوله وصدق يا جماعة الخير صار الرجال هذا قاعد يكتب بالانجليزي حساب انستجرام في صور كيف نحذفها بالاسلوب هذا اللي طلع لنا يا جماعة الخير واحد يتكلم ويقول ان التطبيق هذا تو طالع على الساحة جديد وفي ثغرة تقدر تسحف فيها اي حساب طبعا الثغرة هذه لا هي باختراق ولا لها دخل في الاختراق او الهاكين كان في خطة في البرنامج وترك بسيط يسوونه وفيها برضو اتصال بالدعم بتقدر تاخذ هذا الحساب لان الحساب هذا يعتبر كأنه من ملكيتك الخاصة وصدق يا جماعة الخير قل له خوية تيك 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 ويجيب يا جماعة الخير الحساب الشخص اللي كان يبتز ولد عمتي ايمن اسحبه عنده ودخل قالوه هذه الصور ويحذفها ويطلع يا جماعة الخير وسائل التواصل مع الشخص هذا كان حاط يا جماعة الخير الايميل حقه ويأخذ الايميل حقه ويعطيني اياه قال اسمه هذا الحساب وصحبنا وحذفنا كل الصور اللي فيه وتوقع ولد عمتك ما يعرف يتواصل معاه زين اسمعني خل ولد عمك يعطينا حسابه واحنا راح نتواصل مع الشخص اللي قاعد يبتزه وباذن الله ان احنا راح نربيه انا وانت فقلت لزين قالي ولكن ترى الانترنت اللي في جهازي راح يقضى ففي يحتاج نروح نشتري بطاقة مخصصة للانترنت طبعا زمانة يا جماعة الخير ترى الانترنت موه مثل ما كان مو كابل تشبكه حق ايثرنت وخلاص يتصل ومورك زينة لا قبل يا جماعة الخير كنا نشبكه في التليفون وتروح تشتري بطاقة من المحلات الموجودة وتشحنها ولا بعد لو احد رفع التليفون يفصل يا جماعة الخير للنت كامل يعني الموضوع كان فيه قروشة قلت لأبد اللي تبغى انا معاك وصدق يا جماعة الخير وانطلق الايمن واتصل عليه وقلت لأيمن ابغى حسابك تعطيني اياه كان لي ليه قلت لا تشيلهم ولا تسألني هذا شغلي انا طبعا اول حد الان ما يدري اني انا سحبت المعلومات حقة الحساب هذا بالكامل برسلك اياه الان على رسالة نصية تقدر برضو تدخل في حسابي وتتحكم في الاكاونت نفسها او الحساب المو يرسلي اياه جماعة الخير واجلس انا وخويه على هذا الحساب الساعة الاولى الساعة الثانية اللي تجينا الرسالة من حساب جديد توه حرفيا مصنوع وكان قبل يا جماعة الخير تطلع التواريخ حقة الحساب يدخل جماعة الخير تك 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 ويضغط له هلا والله وش تبغى قال ايمن كيف قدرت تدخل حسابي لي قبل تكفى وش الطريقة اللي سويتها اللي خويه قال له اللي خويه قال له انا ماني ايمن وانا شخص هكر يقول ادري سول ما اسمعت هكر ما فهمت وش الموضوع وما ادري اصلا وش معنى كلمة هكر اللي الرجال عذاك خاف وتوتر شوي اللي خويه يرسله قال اسمع كل معلوماتك عندي اقدر اوصلك في الوقت اللي ابغاه والله العظيم لو ما تتأدب مع ايمن وتحسن اسلوبك اني والله لا اجيب فضايحك كلها واجيب كل شي موجود عندك في الجوال وترا كل شي موجود عندك في الجوال في الاستوديو تراه موجود عندي يا جماعة الخير الولد هذا خاف واختلف عليها الموضوع كان اول قاعد يهاجم الان قاعد يدافع وقاعد يدور الستر اللي خويه جماعة الخير ضغط عليه كذا بكلمتين اللي الرجال هذاك قال توبة ما عد روح اجي ايمن نهائيا قلناها زين زين وطلعنا جماعة الخير من الحساب ويحذفنا حساب ولد عمتي المن بعد ما اخويه جماعة الخير قفل موضوع هذا بالكامل سألته قال يا اخي انتو قلت كلمة غريبة اللي هي وشي بالضبط اللي خويه يقول لي قلت ايه نعم انا هكر قلت لا وش هو هكر وش معنى كلمة هكر هذي يقول قال لي هكر معناها يا ادريس شخص يقدر يتلاعب بالانظمة ويقدر يخترق اي مكان متصل بالانترنت قلت لا انت صدق هكر قال لا انا قاعد اتعلم يعني بشكل بسيط ولكن ترى الشي اللي سويته قبل شوي ما لدخل في الهكر ولا اختراق قال اجل يسوينا قال لا بس رسلنا الدعم فهذا ما يسمى هكر لا هذه يسمى طرق احتيالية بس ولكن الهكر اخطر من الشي اللي انا قاعد اصويه لا الهكر يخترق كاميرات المراقبة يخترق الانظمة يخترق ليه شاشات العرض قلت لي كيف يخترقها يعني بيين لي الموم صار يا جماعة الخير يشرح لي وش معنى كلمة هكر وش هو الهكر اصلا ومنه الشخص اصلا اللي يسمونه هكر والصدق الكلمة ذيك بما اني ساكن في ذيك القرية كانت كلمة جديدة لي الموم وارجع يا جماعة الخير واروح اكلم ولد عمتي ايمن وقل خذ حسابك وخلاص ترى ضبطت لك الموضوع ولا قلت لان خويس اعدني نهائيا قل لي جماعة الخير قال لي وسويت يقول ادريس انا حافظ اصل كلام من خويه قلت له مباشرة اخترقت حسابه وصرقت المعلومات اللي عنده وحذفت الحساب وحذفت الصوري موجودة قل لي شوي ولد عمتي يقول لي قل له هذا سويته انت شكلك هكر قلت له يعني مو هكر هكر يعني هكر بسيط صغير مرة ولكن ابشر كني حليت الموضوع يقول صار ولد عمتي ماسك عليه كلمة الهكر هذي وعلم كل اللي في العائلة ان ترى ادريس هكر وانه يعرف يسوي كيه طبعا ما قال لهم الموضوع اللي صار له ولكن صاروا يا جماعة الخير يتناقلون كلمة الهكر ودائما يطلقونها علي لدرجة يا جماعة الخير ان في يوم من الايام عمي يكلم ابوي قال له اسمح ولدك ادريس ترى ثروة فانت بحافظ عليه ترى اسمعنا ان ولدك هكر قل لي ابوي جاني في ذاك اليوم وقال لي ان اخوه اتصل عليه ويقولون يا ادريس انك هكر شو السالفة يقول ادريس انا كنت ممشي عليه الموضوع وقال له يبانا اتعلم واشتغل مع اخويه ويلى اخرى يعني قال انت وش ده الحركات هذي الحركات ترى ما تصير لف الافلام والتلفزيون يعني كان يا جماعة الخير صدق في ذيك الايام اي شخص يتلاعب باي شي فيه معلومات يقولون عنه هكر ولكن لا اخفيكم كلامهم علي يا جماعة الخير والكلام اللي دايما اسمعه اني انا هكر واني انا مخترق اتسجلت هذه المعلومات كلها في العقل الباطن اللي عندي وصرت يا جماعة الخير احترم في كل مكان ادخله والله العظيم اني كنت ادخل بيت عماتي وعماني وجداتي انهم يحترموني ويخفون مني والكبار صاروا يتكلمون معاي وياخذون ويعطون فاول مرة في حياتي احصل اسرتنا تحصل هذه الاحترام من العائلة يقول ادريس انا قلت في نفسي سبحان الله والله يا دارة الدنيا يا دارة الدنيا دورة كبيرة اول اي من اهو اللي كان يتكلم ويطلع كلام الان اي من هو اللي يجي يترجاني عشان اساعده سبحان الله ربي خلت دنيا هذه الدور وتجي مصالحهم كلها عندي يقول المهم استمرت هذه الشائعة بين العائلة ان ادريس هكر وانا بين وبين كنت غلغل هذا الموضوع القلبي وعقلي قلت انا لازم اتعلم هذا الموضوع من البداية للنهاية من هنا يا جماعة الخير حاب اقول لكم ان هذه القصة ممكن تشوفها في يوم من الايام في احد الافلام القصة هذه من الرتم الثقيل مرة يقول ادريس واطلع ذاك اليوم الخويه قلت له يا ولد ابغى تعلم شا الطريقة قلت بتتعلم ايش قلت له ابغى تعلم الاختراق والهكر وتعلم الاشياء هذي كلها قال اول شي كيف الانجليزي معاك قلت له والله الانجليزي ضعيف ما اعرف ولا شي بس اعرف يس و نو وبرضو اعرف اعد من واحد العشرة هذي المعلومات اللي عندي قال اسمع راح تسافر معاي ولما راح تسافر معاي قلت له وين قال لي نبغى نطلع يوزولندا نبغى نقعد هناك ستة شهور نتعلم اللغة الانجليزية قلت له انا طيب انتو الانجليزي عندك كويس قال لي كويس يا رجال الانجليزي عندي مضروب بس انت عشانك ما تعرف ترى انه كويس قلت له طيب كم بتكلف قال شف ترى بتكلف 40 الف 50 الف قلت له وين والله ابوي ما يعطيني يا طيب رح اسأله شف يمكن يعطيك يقول دريدس واطلع ذاك اليوم وروح لابوي وابغى صارحة فهذا الموضوع وكنت مستعي شوي المم خربت معاي وقلت له ايبه انا ابغى سافر بره بتعلم قال لي وين تبغى تروح قلت له ابغى نروح يوزولندا قال لي كم تكلف يقول اول ما قال كم تكلف قلت له حين ابوي مخم تقبل الذكرة يعني ما هو قاعد عرضني نهائيا قلت له والله يبه خوي يقولنا اتكلف 40 الف و 50 قال لي طيب متى تبغى تسافر يقول اول ما قال لي كذا انا كنت قالوه هذا ابوي لا لا هذا مو بابوي انا عارف ابوي ابويك اجي لا قلت له والله ابغى تسافر في الوقت اللي يسافر معاي خوي قال لي رح شوف خويك متى يسافر وابد ابشر رح اوديك قلت له يبه متأكد يا يبه قال لي اسمع انت العائلة كلهم من هبلين عليك بعتقد صدق يا ادريس انك ثروة مثل ما قال اخوي وما راح حرفيا اردك عن علمك والله يوفقك يا ولدي قتال الله هذا ابوي لا لا مستحيلا هذا ابوي اللي يوافق لا لا كيف ابوي تغير وشلون وصلت في الحالة انه يوافق بده السرعة يقول ادريس وانطليق الخويه وقل السالفة قال لي مبينة قايل لك والله العظيم انه بيعطيك ما رح يقصر معاك ذي دراسه وصدق جاء اليوم الموعود اللي راح نسافر فيه انا وخويه ونطلع فيه يوزولندا طبعا يقول ادريس ذيك الايام كانوا كلهم طايحين في يوزولندا كلهم مبتعذين رايحين ذيك المنطقة يبغون يتعلمون لغة الانجليزية قلمهم يا جماعة الخير يقول ادريس جاء اليوم الموعود اللي يطير فيه الطيارة من دولتنا وتنزل في الدولة الثانية هذه اللي هي طبعا يوزولندا يقولوا احنا طايرين اصلا كانوا معانا ناس من نفس الجنسية قلمهم يا جماعة الخير الناس اللي معنا هذولي في الطيارة حرفيا حسسوني بالامان وما حسيت اني غريب او مسافر لمنطقة ثانية خارج الدولة اللي انا فيها يقول ادريس انا طبعا ما اعرف اي شي اللي مضبطني من الى اللي هو خوي اللي انا رايح معاه المهم وصلت الطيارة للمطار حق دولتهم وحنا نازلين الا فيه ناس قاعدين ينادون بالاسماء فجأة اللي فيه شخص غريب نادى باسم خوي ديتنا هذا ينادي باسمه قال اي نعم هذا الشخص المسؤول اللي راح يودينا حرفيا للسكن حقنا وراح يعلمنا المعهد اللي راح ندرس فيه اللغة الانجليزية افقلت لا ابت زين يلا خارروح معاه يقول مهم ركبنا معاه ودانا الى سكن بسيط ودخلنا وحطينا اغراضنا كلها بعدها قالنا السواق جمعة الخير يلا تعالوا معاي راح اوديكم اوريكم المعهد حقكم اللي راح تباشرون فيه الدوام من بكرة ولكن قبل هذا كله راح يسولنا اختبار بسيط اللي هو يسمونا اختبار تحديد مستوى اللغة الانجليزية يقول ادريس المهم خذانا السواق عشان يودينا نختبر اللي هو تحديد المستوى يقولوا ودونا المكان وجبولي ورقة قالوا لي تعرف هذا تعرف هذا وصار يسألوني على ارقام وعالحروف عشان يعرفون المستوى اللي انا راح ابدأ فيه يلم خويه خلوا ادريس يبدأ من المستوى حرفية البداية اللي هو الصفر وخلوه يتعلم حبة حبة لانه ما يعرف كل شيء يلمهم خذوني وسجلوا معلوماتي وخويه يحطوه جماعة الخير في المستوى الثالث وكيف نظامهم عشان نترقل المستوى اللي بعده ما يهمهم المدة اللي انت تقعد فيها عندك عدد ساعات معينة لازم تخلصها واذا خلصت راح يختبرونك اختبار يسمونا برضو تحديد المستوى عشان اطلع من المستوى الاول للمستوى الثاني يقولوا على هذه الحالة يقولوا كل يوم اروح للمعهد هذا اقعد فيه اربع ساعات الى خمس ساعات بالضبط يقولوا بعدها ارجع للشقة حقتنا ونصير نطبخ انا وخويه وسوي لنا عاشا ونصير نسولف حرفيا سوليف عن الاشياء اللي شفناها ولكن اللي يحظنا يجمعت الخير في السكن حقنا انه سكن شوي متطور وبرضو نضيف والامان كان فيه عالي يقول ادريس خلصت الله يسلمكم الشهر الاول وخلص الشهر الثاني واحنا كنا ناوين نقعد هناك ما يقارب خمس شهور يقول في الشهر الثاني مستوى يبدأ يتطور لا اخفيكم من كثر الممارزات اللي امرسها في الشارع واتكلم مع هذا وسولف مع هذا صرت اتعلم حرفيا اللغة بشكل سريع وبرضو يقول كان خويه ما يخلينا نتكلم بلغتنا ابد يخلينا بس نتكلم باللغة الانجليزية يقول المهم اسولف مع هذا وسولف مع هذا خلال شهرين مستوى يحرفيا اتطور وقلت للمعهد حقي اني ابغى اسوي اختبار تحديد مستوى وابغى اعرف المستوى لانا وصلت له يقول المهم جابولي ورقة وصرت حرفيا قاعدة حل اشياء كنت اراها في البداية انها صعبة فقالولي يا ادريس انت الان مستوى الثالث وتقدر الان تبدأ من المستوى الثالث مباشرة وصدق يا جماعة الخير وستمر على هذا النحو لين خلصت يا جماعة الخير للمستوى الثالث يقول ادريس يوم من الايام جاني خويه قال لي اسمع ادريس قال لي وش رايك ليشتري لنا جهاز محمول تنبي وتر ليهو يا جماعة الخير اللابتوب الان قال وش رايك نشتريه ونخليه عندنا عشان نصير نتواصل مع اهلنا هناك جيتنا كيف راح نتواصل معهم اهلك حرفيا وانت في الدولة اللي انت فيها الان وبرضو تقدر تكلمهم عن طريق الفيديو قلت والله فكرة كويسة ولكن اهلي ما عندهم كمبيوتر عشان اتواصل معهم قال رسل لهم رسالة الان وشوف وضعهم هل يقدرون يجبون كمبيوتر او لا وصديقة جماعة الخير واتواصل مع ابوي واقول للموضوع قلت له ايبا بغاك تشتري كمبيوتر فيه تطبيق ابغاك تحمله والتطبيق هذا اسمه سكايبي ابغا اتصل انا اياك ايبا اتصال فيديو وابغا سولف معكم وابغا اعرف وش جديد ووش اللي صار عشان انا اتطمن عليكم وانتو تطمنون علي قال ابوي ابشر رح نشتري الجهاز هذا ولكن ترانا ما نفهم فيه ولا شي نبغاك تعلمنا كل شي قلت لهم ابشروا وصديقة ابوي جاب الجهاز لأو خلاع عنده في البيت واتصل عليه ذاك اليوم وعلمه كل شي حرفيا اللي انضبطت عند البرنامج وصديقة جماعة الخير كنت افتح اللابتوب حقي وبرضو ما انساهل حد الان كنت شاري جماعة خير كاميرا منفصلة ما كانت الكاميرا موجودة في نفس اللابتوب تشتري كاميرا وتخليها قدامك وتشبكها في نفس اللابتوب يقولوا كنت تواصل مع اهلي عن طريق الفيديو وهم بس يكلموني صوت المهم في احد المكالمات اللي كانت مع اهلي ابوي قال لي بشر يا ادريس واش درستو قلت لي ايبا والله انا قاعد اتعلم اللغة الانجليزية قال لي ابوي وش فيك شكلك نسيت موضوع الهاكر اللي كانوا مزعجين فيك قبل يقول اول ما قال لي ابوي ذلكلمة صدق صرت اتذكر الطموح اللي انا اصلا رايح عشانه اللي هو اني اتعلم الانجليزي بعد ادخل يا جماعة الخير فامور الامن السبراني هذي قلت لي لا لا يا ايبا باذن الله اني بتعلم وباخلص الموضوع بدري قال لي ايه يا ولدي ترى عمانك وعماتك ومعجبين فيك بشكل كبير يقول ادريس بعد ما سمعت الكلام هذا وتشجيع ابوي لي قلت الكلام هذا الخويه قلت لي اسمع يا فلان انا والله بيني وبينك ودي اتعلم الاختراق والامور هذي ودي صدق اصير من الهاكر حرفيا اللي يكون محترفين في عملهم قال لي خويه اسمع الحين الانجليزي عندك ممتاز صح عندك ثلاث خيارات اذا انت تبغى تدرس التخصص هذا عندك المانيا وبريطانيا وامريكا وبرضه ما اخفيك طرفية الهند الهند كويسة في المجال هذا ولكن مشكلتها المعيشة هناك متكركبة شوي ما رح تقدر تضبط امورك هناك بالافضل انك تختار الثلاث دول هذي المانيا برضو وش مشكلتها انه ما يعترفون الا باللغة الالمانية عندهم وفي جامعات برضو تعترف باللغة الانجليزية ولكن بشكل بسيط بالافضل لك يا ادريس اختر يا بريطانيا يا امريكا قلت له طيب وش الارخص دراسيا ومعيشيا في المناطق هذه وش تشوف وش اختار ياللي شف انا انصحك انك تعيش في امريكا لان بريطانيا حرفيا الجامعة حقتهم موجودة في لندن والحياة في لندن ترى غالية واذا تبغى تطلع امريكا هناك ترى الكورس عندهم يخلص فيه اربع شهور وتقدر برضو تاخذ صيفي وتخلص امورك بدري بدري قلت لقيتك فشوف الموضوع لي وصدقة جمعة الخير يجيب خويي الجاز حقه ويصير يبحثلي بعدين قال لي كم معاك الان قلت لي باقي معاي الان ما يقارب اربع وثلاثين الف تكفي ولا ما تكفي قال لي اسمع عندي لك خطة والخطة هذه باذن الله اني بسويها بعدك ولكن انا ما رح اروح امريكا قلت لي وشي قال ابغاك تطلع امريكا وتخلص اول ثلاثين ساعة علمية عندهم بعدها تاخذ الساعات هذه وتقدمها على السفارة اللي عندك وهم يقدمونها الله يسلمك على قسم الابتعاد بيقبلونك وتصير ملو بتاع اثيني اللي بتاعذاتهم الدولة ولكن حط عندك في الحسبان ان لازم يكون معدلك عالي وما يكون بسيط مرة عشان يقبلونه بيه مخاطرة الصدق اللي راح تسويه ولكن ترى لو صار والله العظيم انك راح تفوز قلت لابت زين هداية الله ثم شورك اللي تبغى راح يصير شف لي احد حرفية الجامعات اللي هناك او الكليات اللي ادرس فيها وخلص الثلاثين ساعة هذه عشان اقدم على السفارة وصديقة جمعة خير اللي اخوي طاق 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 ويحصل لي احد الجامعات اللي موجودة هناك قال لي اسمع هذه الجامعة فيها التخصص اللي انتبغاه والتخصص ترى هذا ما هو موجود في بلدنا اذي يعني اذا دراست هناك وجيت البلدنا حرفية راح يعترمونك ويقدرونك لانك معاك تخصص نادر ما هو قاعد يدرس في نفس الدولة اللي احنا نعيش فيها قلت لابت تم قال لي ترى راح يبقى معاك فلوس ولكن الفلوس هذي ما راح تمشيك الا ترم ثاني او ممكن في نص الترم فنتحاول توازن امورك المهم يا جمعة الخير في نفس اليوم اللي اتفقت فيه انا وخويه اتصلت على اهلي وقلت لهم الموضوع اسمعي يا يبه اسمعي يا يمه انا بيني وبينكم باطلع لامريكا عشان ادرس ولكن لازم اجي عندكم خمس ايام ست ايام عشان اطلع الفيزو حقتي وبعدها اطلع لامريكا ابوي في البداية كان معارض شوي ولكن اقنعته ان هناك يبه راح اتعلم علم ما هو موجود في دولتي والشيء هذا راح يساعدني اني انفع الدولة اللي انا فيها وصدق الجماعة الخير وارجع لدولتي وسلم على امي وابوي وقعد هناك ما يقارب خمس ايام كانت الانجليزية عندي والله ما هي بسيئة فكانت متوسطة وقل من المتوسطة شوي ولكن كانت تمشي اموري حرفيا في لغة الشوارع او في المحادثات في الاماكن العامة يقول المهم واطلع للسفارة وخلص امور الفيزو حقتي وقالوا لي خلاص وعطوني يا جماعة الخير الفيزو واطلع بعدها للمطار واروح لامريكا يقول ادريس طبعا اذا وصلت امريكا هناك ونزلت في المطار يسألونك انت وين رايح وانت راح تسكن عند مين وين الموقع اللي انت بتسكن فيه يقول كل هذه الاسئلة يسجلونها عندهم وبرضه كنت اشوف قدامي التفتيشات حرفيا اللي تكون بأسلوب عشوائي يسحبون هذا ويفتشونه يسحبون هذا ويفتشونه يقولون الشي هذا مستمر عندهم وشي معتاد حرفيا لحد الان يا جماعة الخير يقول ادريس يا جماعة الخير ووصل هناك وخلص اموري كلها واركب مع التكسي اللي عندهم واطلع فيه للسكن حقي طبعا انا رايح الحالي بدون خويه اللي كان معاي في يوزلندا لان خويه ما رجع لحد الان لدولته يقول واروح للسكن حقي واضبط اموري وكان ذاك الوقت كان الجو عندهم بارد بشكل فضيع برودة غير طبيعية المهم اول ما وصلت للسكن حقي وانزل اغراضي واخلص اموري كلها وروحت اجمعت الخير وسددت الجامعة حقتي طبعا الجامعة يدرون اني انا راح اجيهم لان انا قبل ما اروح لهم كانت معاي ورقة قبول اللي يسمونها يا جماعة الخير اللي هي الاي 20 ورقة مخصصة القبول من الجامعة يقولوا اروح واسدد اموري واضبط كل شي وصير يا جماعة الخير ادرس عندهم التخصص اللي كنت اتمنى في يوم من الايام اني اكون نجم فيه يقول ادريس وانا رايح متوجه لشقتي خلوني اعلمكم اسلوب السكن حقنا عبارة يا جماعة الخير عن برج او راح اسميها عمارة سكنية ولكن كبيرة وارتفاعها عالي وموجود تحت جماعة الخير محلات تجارية نص المحلات التجارية هذي مخصصة لامور البنكية يعني شركة كبيرة مستأجرة تحت البرج هذا والنص الثاني مخصصة يا جماعة الخير لادوات الزراعة والحصاد والسمان والمهم وانا متوجه هناك ومعاي رقم الشقة ومعاي كل شي دخلت وصلت لين باب الشقة وكان معاي المفتاح يعني وافتح الشقة وادخل الا احصل شخص موجود داخل الشقة قلت�� له السلام عليكم قال عليكم السلام قلت لي مرحبا ممعي قال لي انا سلمان تحياك الله سلمان انت ساكن هنا مشوي جمعت خير لسلمان ابتسم قال لي انت اول مرة تجيب تعاث هنا لامريكا قلت لقي نعم قال لي الله يسلم كان الروميت حقك قال لي راح اقوم معاك هنا في نفس الشقة ولكن انت في غرفة وانا في غرفة والصالة هذه راح تكون صالة مشتركة وحتى دورة المياه وانت بالكرامة راح تكون برضو مشتركة بيني وبيني والحمد لله انك من نفس جنسيتي وامورنا باذن الله رح تلحن قلت له ان تدرس في الجامعة حقتي الموجودة هنا قال لي نعم ادرس هنا ولي الامة يقارب سنة ونص وعلى طول قلت له انتوش تخصصك قال لي انا تخصص هنا قانون مبتعتني الجامعة عشان اكمل دراستي هنا وابشرك الامور زينا وابد شد حيلك ترى الامور سهلات لا تعتقد انها صعبة اللي هو يا جماعة خير يسألني يقول لي انتو ش اسمك قلت له انا ادريس وابغى ادرس حاسب آلي في الجامعة هذي اللي احنا فيها قالوا حاسب آلي الله يعينك وشد حيلك وفالك التوفيق ممكن يوم الايام نستفيد منه قلت له باذن الله المهم اجمعت خير وادخل غرفتي وحط ازرافي وصرتها سولف مع سلمان هذا ابغى تعرف عليه اكثر واكثر انت من وين من اي منطقة وين مكانك ومرت الساعات لين حرفيا غلبني النوم رحتي جماعة الخير لغرفتي حطيت راسي ونمت وراح يبدأ اول يوم دراسي لي في اليوم الثاني يقول صحية اللي حصلت سلمان الله يجزاه خير مجهز الفطور وصاحب ادري ومثبت كل شي قال لي اسمع هذا فطورك خليتها هنا انا بافطر الان وبنزل للنادي ومحاضرتي ما رح تبدأ الان رح تبدأ ان شاء الله ساعة 11 وبدن تطلعوا ذلك التوفيق وصديقة جماعة خير افطرت كذا على السريع وعلى طول توجهت للجامعة يقول ادريس طبع الجامعة اقدر روح لها مشي يعني 15 دقيقة باذن الله ان لا انا وصل الجامعة يقول وادخلوا اول محاضرة لي وقابل احد الدكاترة كان يتكلم ويقول انه يحتاج ان كل طالب موجود هنا يكون معاه جهاز لابتوب او جهاز كمبيوتر عشان يقدر يطبق الاشياء هذي عنده في البيت في التخصص اللي راح ندرسه ما راح يعتمد على الجامعة بشكل كبير فانا النظامي كدراسة كل نهاية اسبوع راح اعطيكم شي تسوونه والشي هذا اعتبروه زي التحدي او التاسك وصدقوني الاسلوب هذا راح يفيد معكم مرة وراح يطوركم بشكل سريع اعجبني يا جماعة الخير اسلوب محاضراتها لانه في المحاضرة ما يتكلم واجد ويعطينا مهام نسلمها الاسبوع الجاي في الشي هذا صدق دخل مزاجي المهم استمرت الايام وكنت قاعدة احل هذه التحديات حبة حبة لين يا جماعة الخير وصلنا للشهر الثاني في الشهر الثاني الدكتور هذا يا جماعة الخير طلب مننا شغلة قال ابغاكم تحملون اداة تحملونها على الجهاز والادات هذه تسوي مسح للشبكة وتعلمك الاجهزة المتصلة اللي موجودة داخل الشبكة وزيادة عليها تعلمك الانظمة اللي شغالة عليها وبرضو تعلمك اي بيات الاجهزة الموجودة وانظمة التشغيل الخاصة فيها اعطانا اسم الادات وبعدها قال اطلعوا وسووا الموضوع هذا كامل في بيتكم واللي يقدر يحل الاسبوع الجاي راح اعطيه الدرجة كاملة يقول ادريس خدت الجهاز حقي وطلعت من المحاضرة وتوجهت للسكن حقي وافتح الكمبيوتر واتصل يا جماعة الخير في الواي فاي المخصص للسكن حقنا حطيه لنا نت نتصل فيه احنا الطلاب اللي موجودين في السكن واتصل عليه وحاول اتعلم على هذه الاداة وقرأ تعليمات عنها وصدق يا جماعة الخير قدرت اسوي مسح للشبكة كاملة واعرف الاجهزة المتصلة داخل الشبكة وبرضو صرت اعرف انظمة التشغيل الموجودة واي بياتهم بالتحديد اللي هي عناوين الاتصال حقتهم بين عمليات البحث هذه يا جماعة الخير اطلع لي ما يقارب ان فيه 30 كامبيوتر موجود في المبنى هذا وزيادة على كذا النت كان عندهم سريع مرة سريع يا جماعة الخير بشكل ما تتوقعونه وكنت مستغرب من الاشياء هذه الصد بعدين عارف ان عندهم نت يسمونا الياف اللي هي الان موجودة يا جماعة الخير اللي هي الالياف البصرية طبعا ذيك الايام 2011-2012 كانت موجودة عندنا ولكن يا جماعة الخير موجودة في مناطق معينة ما هي موجودة في كل مكان قلمهم صرت اشتغل في الشبكة حقتهم يا جماعة الخير واتعلمي مين واتعلمي سار لين عرفت الادات اللي عطانا اياها الاستاذ وعرفت كل التفاصيل اللي فيها قلمهم واروح يا جماعة الخير في اليوم الثاني واسلم العمل هذا اللي سويته انا للدكتور وقلت لاني خلصت كل شيء وكان يسأل الطلاب يقول من خلص؟ كان المخلصين معي جماعة الخير موضوع هذا ممكن عددهم ثلاثة او اربعة قال لي خلاص بمنكم انتو خلصتو راح اعطيكم مهمة يعني راح تكون ادفانس او متقدمة تسوونها واذا قدرتو راح اعطيكم الدرجة كاملة صديق يا دكتور وما ادري ايش قال ابت اذا حلتوها زين وبالشكل المطلوب راح اعطيكم الدرجة كاملة اللي هي وش يا دكتور؟ قال ابغاكم تمحثون عن الثغرات اللي موجودة في الشبكة كيف انك تدخل الاجهزة الثانية وتتحكم فيها وانت في نفس الشبكة حقتها وصديق يا جماعة الخير يقول ادريس وارجع البيت واصيري شغال على هذا الموضوع يقول وابحثي مين وابحثي سار لين حصلت واحد قاعد يشرح الموضوع هذا بالكامل وقاعد يتكلم يقول لازم تسوي كذا وتحط كذا المهم شرح لي الاداة او التول هذا او الكوماند اللي راح استخدمه وصير استخدم يا جماعة الخير على السكن حقنا واسوي مسح عليهم واشوف وشي البورتات او الاماكن المفتوحة اللي اقدر ادخل معها عشان اقدر اخترق الجهاز الثاني واتحكم فيه وصدق حصلت ثغرات كثيرة والشخص هذا اللي كان يشرح لي معلمني على كل بورت انا دخلت معاه او كل منفذ او كل جهاز كيف انا اقدر اتحكم فيه وبين الاجهزة هذي كان فيه جهاز كمبيوتر موجود عنده وحاول اخترق هذا الجهاز ولكن بدون علمه الموحاول يمين وحاول يسار يا جماعة الخير لين قدرت ادخل على هذا الجهاز وصرت يا جماعة الخير اتنصت على الاشياء اللي يرسلها ويستقبلها في يعني مثلا يا جماعة الخير انا موجود على جهاز كمبيوتر حقي فابغى اسجل دخول مثلا على اي موقع في العالم يقول ادريس للحظة تسجيلك للدخول انا قاعد اسرق المعلومات اللي انت قاعد تحطها وتكون عندي واضحة واقدر اسجلها عندي يقول المهم بين الاجهزة هذو لي حصل جهاز اتصل فيه واسوي فيه الحركة هذه وصدق صرت اتنصت عليه واقدرت يا جماعة الخير اصيد اشياء ثمينة عنده منها يوزرات وبسوردات ولكن ما ادري لحد الان منه هذا الشخص ووش وضعه بالضبط وانا قاعد ابحث اكثر واكثر الا حصلت يا جماعة الخير الشخص هذا قاعد يزور موقع بنكي افجأ على بالي على طول ان الجهاز هذا الموجود شكله مربوط مع البنك اللي موجود تحت ولكن فيه موضوع مهم كثياخي انا اخبر ان البنك تكون شبكته منفصلة وما تكون حرفية مدموجة مع اي شخص ثاني يعني يا جماعة الخير ان الشبكة حق البنك تكون معزولة بالكامل تكون الحالها ما تكون حرفية مع شبكة الفندق او شبكة سكن او يكون فيها برضو واي فاي الشي هذا راح يسبب لهم خطر يقول المماتخل على الموقع اللي هو يحطه واسجل دخول فيه اللي هي جماعة الخير صفحة مخصصة للمنظفي اللي موجودين في البنك واخذ اليوزر اللي استخدم الرجال واحطه واخذ البسورت برضو يا جماعة الخير واحطه واضغط دخول اللي هو يسجل دخول يوم سجل دخول اللي تطلع لي يا جماعة الخير قائمة باسماء الموظفين اللي موجودين في البنك وبرضو كان فيها التحضير والغياب وفيه اشياء كثيرة عرفت ان هذا الشخص هو شخص مسؤول داخل البنك ولكن ما يدري ان معلوماته قاعدة تمر على نفس الشبكة اللي فيها السكن حقي المهم سكت وقفلت الموضوع وقلت مالي خلق ادخل فيه مشاكل لا يمين ولا يصار فتخلي الامور تمشي دام ما سويت اي شي وصديقة جماعة الخير بعد ما خلصت البحث هذا الخاص فيني كتبت كل شي عنه وروحتي جماعة الخير في الأسبوع الثاني وقدمت هذا البحث للدكتور حقنا لا اخفيكم اعجب بالبحث وكان ما استغرب يقول لي يا ادريس انت مالك الا ثلاث شهور ما شاء الله مستواك قاعد يتقدم بشكل ممتاز فانصح كنك تستمر في هذا المجال وتطور رفسك فيه قلت له باذن الله يا دكتور المهم مشت الايام وخلصت يا جماعة الخير ترمي الاول داخل هذه الجامعة والساعات اللي خلصتها كانت ما تقارب 21 ساعة فاقيل يا جماعة الخير الان لازم ادرس 9 ساعات عشان اخلص الثلاثين ساعة واقدم على ابتعاث المخصص لسفارة حقتنا وصديق الترمي الجاي نزلت يا جماعة الخير 9 ساعات بس المهم صار يمشي الترمي يا جماعة الخير وخلصت التسع ساعات هذه وعلى كده انا خلصت ثلاثين ساعة على طول اتصلت على مين اتصلت على خويه اللي كان معاي في يوزلندا وقلت الان انا بشرك خلصت ثلاثين ساعة الان وين اتوجه له قال الان رح توجه المبنى السفارة حقتكم الى قسم الابتعاد وباذن الله هم رح يعلمونك كل شيء قلت الان ابد زين قال لا تنسوا خذ معاك السجل الاكاديمي حقك اللي فيه الدرجات والساعات اللي خلصتها عشان تخلص امورك بدري بدري يقول دريد صدق والله واخذ السجل حقي هذا واطلع لسفاراتنا وادخل سلام عليكم عليكم السلام انا والله خلصت هنا ما يقارب ترمين اللي هي تعادل ثلاثين ساعة وابغى منكم انكم انتم تضموني الابتعاد قال لي الموضوع هذا مو بعندي لا الموم قال لي رحل شخص هناك اسمه اسلام موجود عندكم في الجامعة اسلام هذا هو الشخص اللي يمثلنا وحطينا عندكم في الجامعة وهو يدير كل شيء خاص الابتعاد كتنا زين زين وروح لجامعتنا يا جماعة الخير وابحث عن هذا اللي اسمه اسلام اسلام وينك يا اسلامي ميني سار لين حصلت يا جماعة الخير السلام عليكم كيف حالك اسلام انا خلصت ثلاثين ساعة ودي الان اقدم عشان التحق في الابتعاد قال عطني اوراقك ابد ما عندك مشكلة وعطيها اوراقي ناظر بيها قال لي لا تخصص هذا انه ما حطينا في اللائحة انت درس تخصص ما اقدر اضمك فيه في الابتعاد انت الان يحتاج انك تغير تخصصك والمشكلة فيه مشكلة في معادلة المواد المواد اللي دارسها انت هنا مختلفة ولو تبغى تدرس تخصص ثاني راح يكون مواد برضو مختلفة يحتاج انك تدرس ساعات اكثر في تخصص ثاني غير التخصص هذا عشان اقدر اقدم لك على الابتعاد كتر يا ولد مرت سنة كاملة وانا موجود هنا قاعد ادرس والان تقول لي انه لازم اغير تخصصي ان التخصص هذا ما هو موجود عندك في اللائحة قال لي نعم هذه الاشياء كل الطلاب يعرفونها وليه ما اسألت من قبل علمهم اني قلت لا حوله ولا قوته الا بالله فلوسي ما اتبقى معاي فلوس ورجعه والله العظيم ما ودي ارجع ودي اتعلم اكثر واكثر عشان ارجع لدولتي وانا معاي شهادة على اقل الا اسلام قال لي اسمح تعالي الترم الجاي حاول تدرس هذا الترم بس والترم الجاي باذن الله انا راح حاول اساعد كتره باذن الله واطلع من عنده وانا قاعد اقول الان انا وش اسوي فلوسي وخلصت وما حسبت حسابي بالكامل هل اكلم اهلي يعطوني فلوس زيادة ولكن قلت يا اخي ما ابغى اكلمهم احس اني كل شوي اضغط عليهم وهم في حالة مادية حربية سيئة شوي بهم بالحالة العالية المهم جلست افكر يميني سار وطارها على بالي فكرة كنت اسمع الدكتور عندنا وش يقول يقول انتوا بعدين راح تشتغلون يعني حماه للشبكات واذا حصلتوا ذغرة معينة تقدرون تخطبونه الشركة وتقولون انكم تقدرون تحلون هذا الشي ويدفعوا لكم مبلغ عليه واتذكرت يا جماعة الخير اليوزر اللي كان موجود في الشبكة حقة السكن اللي كانت مخصصة لأحد الاشخاص اللي موجود في الامور البنكية اللي تحت فقلت لي ما اتواصل مع البنك هذا واقول لاني اقدر احل لك هذه المشكلة ويدفع لي فيها مبلغ معين قلت ما لي الا التجربة وصديق يا جماعة الخير راح ذاك اليوم وخذت الرقم حقهم ورقاية لين السكن حقي وطيطيطيطيطيط واتصل عليهم واتصل عليهم قلت سلام عليكم ابغى المدير المخصص للنظام عندكم ليش السالف ومدري ايش وصلوا لي فيه عشان اقدر اقدر اقدم لكم الخدم كل موم اللي اكلمني شخص مرحبا هلو والله وش عندك كذلة ان شبكتكم ترى مخترقة وانا اقدر احل لكم هذا الموضوع كان لي مستحيل مخترقة وانا مدير النظام ومسوي فحص على الشبكة وجبنا شركة من برة عشان تبحص الشبكة حقتنا وقال لولنا ان الشبكة ممتازة وامورها تمام كتلة طي تعرف اليوزر فلاني هذا واعطيه اليوزر جماعة الخير اللي قد دخلت فيه قبل قال لي هذا اليوزر حقي كتلة زين زين بمن اليوزر حقك الان راح اعدل على اليوزر حقك وشوف التعديلات اللي راح تصير احوص النظام عندكم وعدل عليه ولكن اذا تبغان اعلمكم الثغرة اللي موجودة في نظامكم ادفعوا لي مبلغ 8000 دولار قال لي 8000 دولار كثير ومدري ايش قلت له انتو شركة بنكية وتعرضكم للاختراق راح ينزل من اسهمكم اتواصل مع المسؤول خلي مدك بمبلغ 8000 دولار وبيذن الله اني انا اعلمك الثغرة هاته وصدقه جماعة الخير قال لي لحظات واكلم بعد ممكن ساعة او ساعتين الا يعود الاتصال عليه من جديد مرحبا خلاص راح ندفع لك 8000 دولار هذي حقا ولكن تبغى ندفعها في اي حساب بنكي انتو بغاه قلت له لا ما ابغاها في حساب بنكي ابغاك تسلمني المبلغ كاش وانا باخذها بيدي طبعا جماعة خير كنت خايف اني يحول لي في حساب بنكي وبعدها تجيني الشرطة ابعدين تطالبني وبرضي في ذيك الايام كانت الناس يتعامل بالبيتكوين ولكن انا ما عطيتها اي انتباه ولا اهتمام مفروض اني اقول له حول لي اها بتكوين ويحولها لي ولا راح يعرفوه المرسل ولا المستقبل ولكن قلت ابغا ستلم فلوسي كاش افضل ولكن كيف استلمها واسلوب الاستلام كيف راح يكون ان في السكن حقنا يا جماعة الخير فيعرفتوه اللفتة والاسنصير ليشيل الناس يرقيهم لين الدور لي فوق قلت له اروح للسكن وحط المبلغ في الاسنصير هذا واضغط الدور الثمانطعش وطبعا انا ماني ساكن في الدور الثمانطعش لا انا ساكن يا جماعة الخير في الدور الثمانطعش ولكن برقى عن طريق الدرج لين الدور الثمانطعش واخذ الفلوس وعوه درجة وصديقة جماعة خير سواها الرجال وحط الفلوس لين الدور الثمانطعش وينفتح لو سنصير واخذ الفلوس وانزل بسرعة مع الدرج وادخل شقتي واتواصل معه من جديد قلت له اسمع اتوقع ان جهازك متصل الانترنت حق نفس الفندق حقنا او السكن قلت له ايه قلت له بس هذه الثغرة لعد تتصل بالشبكة المخصصة للفندق هو الان يا جمعة خير صار يضحك قاعد يضحك ضحك استيري قال بس هذه المشكلة قلت له بس هذه المشكلة الصدقة جمعة الخير ان الشي اللي سويته يعتبر ترى ثغرة علميا ولكن اوه ما عرف يدير التصرف هذا فو كان يعتقد ان فيه ثغرة ان الناس يقدرون يهجمونهم من برا ولكن انا بالحقيقة ترى حليت لمشكلة لو طاح الموضوع هذا في يد شخص ثاني ممكن يضر مضر عاليا بعد مرور ممكن ثلاث ايام صرت الاحظ فيه ناس عند باب الفندق تحت او عند باب السكن قاعدين يراقبون حركة مروري وانا رايح وانا راجع لا اخفيكم والله العظيم بديت اتوتر وصرت اقول هذولي لا يكونون ناس من الشرطة تبغى تقبض علي على اخر عملية انا سويتها للبنك واصلا كنت اسأل نفسي اقول يا اخي مفروض ادخل للشركة هذي بنفسي واخذ الفلوس من قدامهم بدون ما خاف وبدون ما اقول للفندق اللي جنبك حط فيه الفلوس وخلي الاسنصير يرقي فوق وبدون الاشياء هذي كلها ما ادري ليه كنت متخوف بشكل كبير من هذا الموضوع وصديق يقول وانا طالع الا في ناس يلحقوني وانا راجع الا في ناس برضو عند الباب يناظروني على اليوم الخامس او اليوم السادس اللي يجيني اتصال من جوال غريب سلام عليكم كيف حالك طيب انا ابغى سوي معاك اجتماع بسيط قلت له من معي ومن انت وش تبغى مني يلا الله يسلمك انا المسؤول عن البنوك اللي موجودة في نفس الولاية اللي احنا فيها وسمعنا كلام عنك انك انت ساعد في وجود ثغرة كانت موجودة في المكان فحبين ان نسأل عنك ونعرف انت وش وضعك وهل انت قابل للعمل معنا او لا لان الشي اللي سويته انك قدرت تكشف الموظف انه اتصل جهازه بالواي فاي المخصص للفندق فهذا الشي حرفيا تشكر عليه فانا ابغى اتفق معاك اتفاق بسيط ويوقع معاك عقد عمل انك تشتغل معنا اذا كان الموضوع هذا يسمحلك انا قلت في نفسي شكله هو في البداية ما يعرف كم عمري ما يدري ان يتوني في العشرين سنة ويعتقد اني شخص كبير في العمر وقلت له خلاص زين بشوف ولكن خلها على الاسبوع الجاي باذن الله وراح اقابلك في الفرع اللي موجود عند بيتي قال ابدا ما عندك مشكلة وصدق يا جماعة الخير وصرت ادرس رايح جاي وانا قاعد اقلب هذا الموضوع في راسي قلت اروح اقابله ليكون هذا فخ ليكون هذا كمين اللي بغى يسويه لي عشان يطرحني في هذا الموضوع وبعده يسلمني للسجن يقول فكان عندي تخوف بشكل غير طبيعي من الشي اللي قاعد اواجهه انا وصدق يا الربع جاء اليوم الموعود شجعت فيه نفسي اني اقابل هذا الرجال اللي مسؤول عن البنوك هذي يقول رايح وانا متردد وخايف بشكل غير طبيعي ولكن قلت اذا فيها فرصة عمل حرفيا الشي هذا راح يساعدني اني اكمل دراستي داخل الجامعة ويخليني استمر اكثر واكثر فحرام اني اضيع الفرصة هذي يقولوا المهم شجعت نفسي لين دخلت عليهم البن السلام عليكم عليكم السلام وين المسؤول عن البنوك قال انه راح يتواجد اليوم هنا قالولي انت اللي كان منسق معاك الموعد هذا قلت لا ايه الموضف يقول لي انت انت يعني كنا يقول انت ما بيقل لانت يا البزر جاي تبغى تقول ان عندك موعد مع مدير البنوك قلت لا ايه نعم انا 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 اللي كلمني قبل فترة وقال احتاج اني اقعد معاك وتناقش معاك في بعض الامور المهم خذاني وهو ما هو مستوعب ولا هو بمصدق خذاني جمعة الخير ودخلني لين جوا بعدين فتح الباب وقال للمدير الشخص اللي انت طالب منه الموعد ترى متواجد عندنا الان قال خليه يدخل الممي جمعة الخير دخلت عليه دي نظراته حرضيا الاستغراب الشخص هذا الصغير في العمر هو اللي قدرت يدخل الشبكة ويفحصها ويحللها وطبعا اهو ما يدري ان الشي اللي سويت هذا كله كان تدريب من الدكتور والحمد لله انهم كانوا ساكنين تحتي قال لي تعال تعال اجلس اجلس واجلس معايا جمعة الخير وصار يتكلم قال لي انت وش تشتغل وين خبرتك السابقة وين كنت تعمل بعدين اللي واضح قدامي انك توك طالب صغير يترى والله اسمع انا باقي طالب ولكن عندي خبرات تأهلني اني انا اشتغل وباذن الله اذا كان فيه عرض عمل راح اقدر اساعد قال المدير يقول والله ما اني مصدق انك انت الشخص اللي صدق اكتشف الثغرة هذي اللي موجودة في الشبكة وقدر يوعي الموظف هذا طبعا جمعة الخير السالفة هذي قبل كانوا يضخمون الموضوع هذا بشكل كبير لان الموضوع كان في بداياته وفي رون اني صدق هكر ولكن يا جمعة الخير الاسلوب اللي انا سويته يسوي الهكر في عملية الاختراق انه يحصل اضعف مكان يدخل عن طريقه فاذا دخل للنظام كان بها واذا ما دخل حرفيا راح يدور لطريق ثاني يحاول يدخل معه قال لي انت كيف حصلت الموضوع هذا وكيف اكتشفته قلت لي يعني انا سويت هذا الموضوع باسلوبي وما كتبغى علم الطريقة اللي انا سويتها قال لي طيب اسمع انت نبغى نوظفك عندنا نبغاك تشتغل ولكن ما راح نعطيك راتب عالي قلت له يعني كم بتعطوني قال بنعطيك 1800 دولار قلت في نفسي الحين يقول 1800 دولار ويقول راتب مبعالي اجل الراتب العالي في المجال هذا كم يستلم يقول قلت له 1800 دولار بس قال لي 2000 دولار موافق قلت له خلاص موافق قال لي خلاص ترى عقدك راح يكون سنة معنا ودوامك ما راح يكون بشكل يومي لا ابغاك تيجي بس نهاية الاسبوع تفحص الشبكة اللي موجودة عندنا طبعا استثمار المدير هذا فيني يدري انه راح يرجع لعائد بعدين كبير لان تكلفة الموظف الخبير ممكن توصل الى 6000 او 7000 دولار قال اخذ هذا ادفع ل2000 دولار والشخص هذا شكله مخترق وهاوي فيعرف نظام حرفيا الامر عندي داخل البنك المهم خذاني ووظفني عنده كل نهاية الاسبوع اجي شيك على الموضوع وكمل دراستي وصدق الوظيفة هذه ساعدتني انها تخليني اعيش في امريكا وعلى حسابي الخاص وسبحان الله كيف تدبرتني الامور ما ادري وشلون يقول المهم وصير ادرس واروح وارجع واشتغل على هذه الحالة مر يا جماعة الخير الوقت اللي قال لي فيه حق الابتعاث تعالي الترمل جاي ورحت لها في ذاك اليوم وسألته قلت لها اسلام بشر وش صار قال صار شي جديد قالوا رح ناخذ عشر طلاب من التخصص حقه والصدق فيه طلاب عندكم كانوا اولى منك فعشان كذا احنا اخترناه قلت لمنهم الطلاب هذولي قال طلاب معاك في الدفعة وصار يا جماعة الخير يعدد لي اسماءهم والصدق لاحظت ان الموضوع فيه تلاعب شوي ولاحظت ان الموضوع ماهو على وضعه الطبيعي حسيت جماعة الخير ان الشخص هذا اللي اسمه اسلام قاعد يلعب لعبه من ورا الطاولة لان يا جماعة الخير درجاتي اعلى منهم في الدراسة اعلى منهم مو بشوي لا بكثير فكيف يقول الاولوية لهم فرجع ذاك اليوم ضايق لين السكن حقي وقابل سلمان قال لي سلمان وش فيك ضايق يا دريس قلت لي يا اخي ما ادري شو وضعه ذا اسلام حق اسم الابتعاث المسؤول على الابتعاث قال لي انت رحت عند اسلام ليه ما قلت لي من قبل عشان اعلمك طريقته قلت لي ليه وشو وضعه قال يا رجال هذا اسلام شخص يمشي بخشم الدولار عطه فلوس يا شيخ يدخلك البعثة ولو تبغى يدخل اهلك معهم دخلهم قلت لي طيب كان قلت لي من قبل شوي قال لي سلمان انت لي ما علمتني انا كنت اعتقد اصلا اني كنت جاي عن طريق البعثة قلت لي لا والله ما جيت عن طريق البعثة انا جاي على حسابي الخاص قال طيب اسمعني تبيه في ايدك قلت لي ايه قال يا رجال خذ مبلغ ستة لاف سبعة لاف دولار وعطه اياه وصدقني راح يسجلك على الابتعاث قلت لي اعطيه ستة لاف وسبعة لاف دولار عشان يسجلني في الابتعاث قلت لي لا والله ما اقدر اسوي هذا كله والمبلغ هذا برضو مبلغ كبير ولكن احسني يا سلمان اقدر انتقم منه قال لي وش تبغى تسوي قلت لي اسمع الموضوع بيني وبيني انا والله شخص مبتدع في المجال هذا وقاعد اتعلم حرفيا يمين ويسار وقاعد اطور نفسي في مجال حرفيا الاختراق اللي يناظر فيني سلمان قال لي انتو بغى تصير هكر يتلاقيه بعده جمعت خير اللي سلمان صار يبتسم ويضحك صار يضحك ضحك غير طبيعي قلت له وش فيك يا لي اخي تامن بالله كل اخوياي اللي تعرفت عليهم ودهم يصرون هكر وفي منهم ناس والله طوروا انفسهم وصدق قدروا يوصلون يبغاني اعرفك عليهم قلت له والله يا سلمان انك بتسوي لي خير قال لي ابها دبشر وش رايك يوم الجمعة نعزمهم ونخليهم يجون عندنا واعرفك عليهم وتصير تسولف معهم وتمون عليهم قلت له ابا التم وصدق جماعة الخير الشي هذا انا كنت اتمناه من زمان لان الشي اللي قاعد اصويه انا شي كلاسيكي حرفيا ما هو من الشي المتقدم المخيف وبرضو اذا اتعرفت عليهم اكثر واكثر ممكن يفيدوني يا جماعة الخير من ناحية العلم ودائما يقولون ان الصاحب ساحب والشخص اللي انت ماشيه ممكن يزيدك علم وبعده اقدر انتقم يا جماعة الخير من اسلام اللي هو موظف الابتعاد وصدق يا جماعة الخير جاء اليوم الموعود اليوم اللي راح يجون فيه عندنا اخويا سلمان واتعرف عليهم اكثر واكثر الموم اللي يرن الجرس في ذاك اليوم وافتح لهم الباب يا مرحبا وما سهلا صار يا جماعة الخير ثلاث اشخاص وصار يا جماعة الخير سلمان يعرفني عليهم هذا احمد وهذا سعد وهذا بشار يا مرحب اهلا وسهلا معكم اخوكم ادريس نخصصي حرفيا في الكمبيوتر داخل الجامعة الموم يا جماعة الخير اجتمعنا وصرنا نسولف وافتحت لهم الموضوع قلت لهم والله انودي اتعلم هذا المجال واصير في يوم من الايام هكر يقول ادريس وانا قاعد اقول لهم كل ثقة لا اخفيكم يعني انا عندي تجارب سويتها في الايام اللي فاتت كان فيه بنك عندنا تحت وقعد اشرح لهم السيناريو وعلمهم ان البنك هذا وظفني عنده شوي اللي يناظرون في بعض وصاروا يضحكون يولدش فيكم عسى ما اشر الموضوع اللي مسويه انا قاعد يضحك قالوا لا انت اكيد انك استخدمت الاداة هذي وسويت كذا اي شي عايدي ترى اي شي اللي قاعد تسوي يعني مرة شي عايدي ما هو ترى شي يعني مرة صعب وتعتقد انك هكر لا الهاكر ما هو باللف اللي انت قاعد تسولف فيه انت الحد الان كأنك خد يعني دور الخبير اللي يفحص الشبكة لا اكثر ولا اقل قلت الله كل هذا اللي تعلمت في الجامعة والحد الان انا ما صرت هكر متى اصير هكر ومتى اوصل للمرحلة هذي اللي يقول احمد تبغى تصير هكر قلت لقيه قال لي شف عندك الشخص هذا اللي اسمه بشار هذا حرفيا شخص غير طبيعي لا لا مو بشر هذا جن يعرف كل شي واذا رضى انه يساعدك ويعلمك ابد انضمك معنا وتصير تتعلم معنا الاشياء اللي نسويها المهم نظرت في بشار انا كذا وانا قاعد ابتسم قلت لها بشار تقدر تضمني معكم قال لي بشار والله اسمه الشغلة اللي احنا نشتغلها ونتعلمها شغلة خطيرة وترى في امريكا عليها رقابة كبيرة ممكن ترى في يوم الايام يطقون عليك الباب ويسحبونك وودونك للسجن هل انت مسؤول عن الشي هذا قلت لهم اكيد انا مسؤول عن نفسي والصدق لاخفيكم يا جماعة الخير جاني حماس غير طبيعي يوم صاروا يقولون الشغل اللي اشتغلته انت كله هذا حرفيا كأنه شغل اطفال ما يسوى شي نهائيا بعدين قالوا لي الشي الثاني ترى فيه شي اسمه اخلاقيات المهنة اوكي احنا هكر ولكن احنا منظر احد احنا نساعد الناس لا طاحوا في مشكلة يقول لدريس بعد ما سمعت الكلام هذا جاني فلاش باق قديم الولد عمتي يا جماعة الخير ايمن يوم ساعدتا يوم كان فيه شخص قاعد يبتز قلت لأسمعي بشار انا والله العظيم اني ممكن اقول لكم الحين كلام وتصيرون تضحكون علي وتقولون ان الشي اللي سويته حرفيا شي طفولي برضو نفس ما استهبلته علي قبله شوي و لكن والله العظيم اني في يوم من الايام واحد من الشباب جاني وكان فيه شخص يبتز على حسابه في الانستجرام انا اعرف ان الشي اللي سويته ما هو اختراق ولكن اني كنت احاول اني اساعده وكلمت الدعم حق الانستجرام وقدرت اسحب حساب الانستجرام حق الشخص هذاك وبعدها الشخص هذاك صار يعتقد اني هكر وصدق اعجبني الموضوع اني انا اساعد الناس اذا والله العظيم بتساعدني وصدق اني بكون شاكر لك وبرضو راح اساعد الناس كلهم في المستقبل ناظر فيني بشار قال اذا الكلام اللي قاعد تقوله يا ادريس صحيح في معناها اني جيتك سليمة وممكن اقدر اضمك معي ولكن انتش فيك متحمس على التعلم الان هل فيه شي ودك تسويه في الايام الجاية انا بيني وبينكم يموم قال بشار كذا لشكل سلمان قاعد لهم كل شي انا مريت فيه ولا كيف قاعد يرمي السؤال هذا كأنه صدق يبغاني اقول له الحقيقة افقلت على كذا ما راح اكذب وبقول له الكلام الحقيقي قلت له اسمعي بشار انا الصدق تعرضت للظلم كنت في الجامعة هنا عندنا ومعدلي كان عالي والسفارة حقتنا جابت عشر خانات وقدمتها حرفيا لحقين الابتعاد قالوا اختاروا عشر اشخاص عشان يكونون في الابتعاد وكان معدلي عالي ودخلوا ناس الصدق ما يستهلون بعدين اكتشفت ان اسلام هذا اللي ماسك حرفيا والطلاب تاني يتعامل بالرشوة وانا بيني وبينك والله ما اخفيك اني ابغى انتقم منه قال لي بشار خلاص تمام على كذا حب اقول لك يا ادريس ابغاك كل يوم من الساعة ثلاث العصر الى الساعة حرفيا سبع واذا كان عندك محافرات ابت خلصها وتعال ولكن ترى انا من الساعة ثلاث العصر لين سبع تراني موجود حرفيا في الايريا رقم ثلاثة او في المنطقة يا جماعة الخير رقم ثلاثة في المنطقة رقم ثلاثة نفس البرج اللي احنا سكنين فيه ولكن نفسه موجود في منطقة رقم ثلاثة قلت لها ابت زين وعلمني يا جماعة الخير المكان ومكان الشقة والمكان اللي دايما يجتمعون فيه وصديق يا جماعة الخير في ذاك اليوم ضفيت اغراضي وروح تي جماعة الخير لين المنطق الرقم ثلاثة اللي يسكن فيها جماعة الخير بشار وأحمد وسعد المموطقة عليهم الباب إلا يفتح لي الباب بشار قال لي ادخل ادخل حياك ادريس وادخلي جماعة الخير إلا ذيك الغرفة اللي مقاسها ممكن أربعة ونص في أربعة ونص وفيها ثلاث أجهزة كمبيوتر وواضحا ذيك الأجهزة كانت أجهزة حديثة لأبعد درجة أشوي إلا بشار قال لي تعال تعال خذ الكرسي هذا وتعال جنبي عندنا الفترة هذه موضوع نبغى نحله والموضوع هذا قاعدين نسوي عليه دراسة والدراسة هذه نقدر نخلص كل شي فيها بعدها نقدر نقدمها على الحكومة الأمريكية ويدرسونها إذا هي كويسة رح يعطوننا عليها مبلغ مادي الممصار يعطيني انطباع بسيط عن الأشياء اللي قاعدين يسوونها بعد ما خلص جماعة الخير لف علي وقال لي طيب اسمع يا ادريس أنا عارف أنك تبغى تخترق إسلام وتبغى تطلع كل البيانات اللي عنده ولكن ركز معي زينو وأبغاك تشغلي عقلي كيف أنت يا ادريس رح توصل الإسلام هذا فلازم تسوي خطط كثيرة وتدرس الاحتمالات عشان أنت توصلها فركز معي يا ادريس زينو ترى الاختراق عبارة عن سيناريو والسيناريو هذا لازم يكون معد بأسلوبه كويس في يعني مثل عندنا إسلام في البداية أبدأ أحلله إسلام وين يشتغل؟ يشتغل في الجامعة تابع للسفارة في يعني ممكن يكون أنه يتصل في الواي فاي حق الجامعة وبرضو من الممكن يكون عنده إيميل الأشياء هذي كلها تسجلها وتحاول تجمع أكبر قدر معلومات ممكنة اسمه، عمره، تاريخ ميلاده، رقم جواله الإيميل المخصص له الإيميل المخصص برضو للعمل وين منطقة سكنه وين يتحرك في أي مكان دايما في أيام حرفيا اللي هي الإجازة وين يروح قال بشار الحين هذي كلها أشياء مهمة هل يتستابل؟ قال أصلا هذه هي الدراسة الحقيقية إذا أنت تبغى تخترق شخص لازم تعرف كل تحركاته يطيبه ويتحرك في الشارع أنا ما ليدخل فيه يلا يا حبيبي الحين راح أعلمك كل شيء وبصط لك الأمور بالشكل اللي أنت تبغاه ولكن ركز معي زين يا إدريس قال إدريس الاختراق مو عبارة عن أنك بس تخترق الشبكة لا الاختراق له أنواع كثيرة وبرضو فيه مسميات كثيرة خلني بعطيك الأمثلة قدامي ضحية واللي هي إسلام أجمع اسمه إيميله رقم جواله إيميلاته تحركاته المواقع الخاصة فيه زياراته على المواقع في الويب سايت توجهاته وش يحب قلت له كل ذي قال شمعني زين أنا بعطيك مثال الآن نفترض أن نحن نبغى نخترق إسلام هذا والله إسلام شخص يحب أنه يشتري ملابس بشكل دائم وأنا عندي الإيميل الخاص فيه فأصير أسوي رسالة فيك وفيها رابط ملغم وأرسلها على إيميله كان إعلان لملابس هو يحبه بعده هو يعجب هذا العرض ويضغط عليه فأول ما يضغط عليه أنا هنا الله يسلمك سيطرت على الجهاز اللي هو ضغط عليه في معناها أني أنا قدرت أخترقه طيب أنا والله أبغى من إسلام سرقات مالية أو أبغى أسرق منها في نفس الصفحة هذه أو الرسالة اللي أرسلتها على الإيميل أسوي لي صفحة فيك وخليه يشتري الأغراض وكانه أموره تمام بعدها يروح إلى مرحلة الدفع ويدخل معلومات البطاقة بعدها يسوي دفع صح ولا لا جلت له إيه قال في اللحظة اللي يسوي دفع أي معلومات كلها من سحبة عندي فأقدر أدخلها أي موقع ثاني وأشتري حرفيا من الشراء اللي هو أشترى منه بعدها تجي رسالة التحقق وأصير أدخل بعد رسالة التحقق هذه لأنه دخلها في الصفحة الفيك اللي موجودة هناك يقول إدريس الصدق انهبلت بعد ما سمعت هذا الشيء بعدها عرفت أن المخترق لازم يكون عقله شغال 24 ساعة عشان يقدر يخترق بشكل ممتاز في الموضوع يا إدريس أراه صعب ماهو سهل طبعا أنا قلت لك بس نوع واحد يقول إدريس بعدها سألت بشار قلت بشار وش أخطر شيء من عمليات الاختراق اللي مرت عليك قال أخطر شيء موجود في العالم اللي هو السوشال انجينيرينج الشيء هذا في المستقبل راح يكون هو أكثر عمليات الاختراق في العالم كيثلة حلو يعني الآن يا بشار اللي فهمته أروح أدرس إسلام زين وجمع أكبر قدر معلومات ممكنة قال لي بشار نعم صع عليك بعطيك الآن ورقة بسجل فيها أنا بالقلم أشياء أنت حاول تبحث عنها بسجل لي يا جماعة الخير اسمها رقم جوالها إيميل الخاص إيميل العمل رقم سيارتها اللوحة موديل سيارتها كل شيء يخص في جماعة الخير إسلام هذا حتى منطقة سكنة قال لي لازم تسجلها كل شيء أبغاك تسجل بعد ما تسجل هذا كلها تعالي وراح أعلمك وش الخطة الثانية اللي راح نسويها يقول يا دريس يا جماعة الخير خذت الورقة هذه معاي ورحت للجامعة وصرت يا جماعة الخير أراقب إسلام وأسأل عنه فجبت اسمه وجبت إيميله يا جماعة الخير من الغرف حق الموظفين وجبت يا جماعة الخير برضو رقم جوالها من أحد الطلاب الموجودين عندنا وصرت أراقب عن قرب ورحت أشوف وش الأشياء اللي يحب يشتريها نهاية الأسبوع المهم قعدت ما يقارب أسبوعين وأنا قاعد أراقب إسلام هذا عن قرب سجلت كل المعلومات عنه منطقة سكنة لأشياء اللي يحبها رقم جواله إيميله اسمه وبرضو مسماه الوظيفي ولا ننسى برضو جماعة الخير سيارته ولوحة سيارته في خذتها ذاك اليوم وتوجهت على طول البشار قلت له بشار هذه الورقة عندك جمعت عنه المعلومات اللي أنا أقدر عليها كان لي طيب الآن عندينا مهمة ثانية أنت الآن جمعت اسمه ومسماه الوظيفي وإيميله الخاص بالعمل هل نقدر ندخل عليه عن طريق العمل قلت له كيف قال لي يا سلام المخترق إذن عرضت عليه هذه المعلومات كلها يشوف وين أضعف مكان يختاره عشان يدخل عن طريقه أف يعني هل نقدر الآن نسوي لنا إيميل فيك كأننا إيميل مخصص للعمل قلت له لا صعبة لأن إيميلات العمل إجماعة الخير ما هي نفس الإيميلات حقتنا تكون منتهية باسم مختلف قال لي طيب يعني من وين تبغى ندخل عليه قلت له أنا أشوف السيناريو اللي قد قلت لي قبل أحسه شي كويس قال وشو قلت له أن إحنا نشوف أوهو وش يحب يشتري عن طريق الإنترنت وبعد ما نعرف وش يشتري وصير ندخله مع الباب اللي هو يحب يطلبه دائما قال لي أبت زي الموضوع عندي قلت له ش راح تسوي قال لي راح يرسله الرسالة كأني أمازون وهو راح يدخل وراح أقول أن عنده عرض والعرض هذا راح يخصم لأربعين بالمئة من البضاعة اللي راح يشتريها داخل أمازون ولكن صدق الصفحة الفيك هذه راح تنعرضها في البداية ولكن إذا ضغط على الرابط راح يطلع على موقع أمازون ولكن نبغى نعرف أوهو وش يحب يشتري وبعد ما نعرف أوهو وش يحب يشتري من داخل أمازون ونحدد نوع البضاعة اللي هو يفضلها بعدها الله يسلم كنضبط الصفحة الفيك الثانية ونرسلها له على الإيميل على أن عنده عرض 60% يدخل ويكون هو ضحية لعملية الاحتيال هذه وصدق يا جماعة الخير يقوم بشار ويضبط الصفحة ويضبط كل شيء ويرسل يا جماعة الخير على إيميل إسلام إعلان كأنه متجر أكتروني نفس أمازون ويدخل إسلام يا جماعة الخير ويتصفح وصار يا جماعة الخير يحب يشتري الأشياء المخصصة لزينة السيارات قال لي بشار بس عرفنا أوهوش يفضل يقوم بشار يا جماعة الخير وصمم الصفحة الثانية ويرسلها كان عنده عرض 60% ويرسلها على إيميل من جديد إلا جماعة الخير إسلام ويضغط على هذا الرابط ويطيح جماعة الخير في الفخ إلا بشار يقول لي اسمع إدريس يرى الرجال طاح في الفخ والآن راح نقدر ندخل على الجهاز حقه ونتحكم فيه ونطلع المعلومات اللي عنده وصدق جماعة الخير تيك 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 ويسحب كل المعلومات اللي عنده والمستندات الموجودة عنده وزرع عنده جماعة الخير فيروس نقدر ندخل جهازه بدون ما يدري طبعا كل هذا اللي سويناه لحد الآن أوه ما هو منتبة إسلام دخلوا على النبي يشتري وتوقعت كنسلت عملية الشراء وكنسل بالكامل ولكن يا جماعة الخير الثغرة زرعناها داخل جهازه بعدين قال لي بشار اسمع زرعنا الثغرة هذه داخل جهازه ننتظر الوقت اللي يشبك فيه كابل الشبكة المخصص للجامعة داخل اللابتوب حقه باللحظة اللي يشبك فيها راح ندخل للنظام ونتغلغل فيه ونطلع كل المعلومات الموجودة عنده وفي ذاك اليوم ننتظر الوقت اللي يداوم فيه إسلام صدق واصير أراقبة اللي هو يا جماعة الخير متوجه للجامعة واطلع مباشرة عند بشار قلت لبشار اسمع زرع إسلام متوجه للجامعة اللي خلاص تعال عندي في اللحظة اللي يكون فيها هو متصل أو أكتف على الشبكة راح أقدر أسحب المعلومات اللي موجودة في الجامعة وصدق يا جماعة الخير كذا أبو عشر دقائق خمسة عشر دقيقة اللي بشار يقول اسمع زرع إسلام صار متصل الآن يمدينا ندخل على الشبكة قلمه منصير يا جماعة الخير نفحص الشبكة بشكل سريع ونطلع المستندات والأشياء اللي موجودة عندهم وبرضو أنا أبغى أطلع اللي هو النظام والمخصص اللي مبتعثين نخلنا باليوزر والباسوورد وندخل يا جماعة الخير ونغير الأسماء وأضيف اسمي من بينهم وأحذف اسم واحد موجود معهم طبعا إسلام الحد الآن ما يدري وقبولي للبعثة راح يكون في الترم الجاي ما راح يكون الترم هذا حتى الناس اللي معاي راح يكونون برضو موجودين معاي في الترم الجاي داخل البعثة وصديق يربع ونقفل كل شي ونطلع من النظام شوي اللي يناظر فيني بشار قال لي إدريس الآن كل شي تمام ها استفدت شية الحين بديت تتعلم قلت له والله بديت أتعلم شوي شوي ولكن يا بشار والله هلله يعطيك العافية كل شي تعلمت في الجامعة فأرض الواقع صار مختلف يا بشار والله يعطيك العافية وتكفى يا بشار أبغى أتعلم منك أكثر وأكثر المهم يا جماعة الخير يقول إدريس بعد مرور أسبوع حرفيا بالضبط إلا أحصلي جماعة الخير رجال الشرطة موجودين عندنا في الجامعة لا أخفيكم جاني خوف غير طبيعي وبديت أحس حرفيا إنهم شكوا فيني واكتشفوني عرفتوا شعور الخوف اللي تحس حرفيا إنك قاعد تنتفض وما في شي خوفي يعني مستحيل يوصلون لك لأن كل شي صار عن طريق جهاز بشار صرت أدخل المحاضرات وأطلع وحصل الشرطة يمرون لم إسلام بعدين يروحون للقسم الثاني حق التقنية بعدين يرجعون لإسلام وفي ناس برضو جايبين أجهزتهم قاعدين كأنهم يفحصون الشبكة يبغون يعرفون عملية الاختراق هذه من وين صارت وأنا ساكت وقاعد أتفرج من بعيد لبعيد وبعد ما خلصت محاضراتي أجمعة الخير توجهت على طول البشار قلت لبشار اسمع اليوم شفت الشرطة وجايبين برضو خبراء كأنهم قاعدين يفحصون الشبكة إلا بشار يقول لي لا تخاف أصلا مستحيل يجيبوني لأني وأنا داخل ما كنت فاضح نفسي وكنت مخفي كل شيء ولي راح يتحمل هذا الموضوع كله اللي هو إسلام وبرضو ممكن ما يكتشفون برضو إنه إسلام ما عليك منهم قلت لزين زين الله يطمنك والله يا بشار يا إني كنت متوتر بشكل حرفيا لا يوصف يال لأتشيلهم لأتشيلهم قلمهم يا جماعة الخير وتمر الأيام ويجي جماعة الخير الترمي بعدها اللي هو الترمي الرابع لي في هذه الجامعة وأنتظر على جواني تجيني رسالة تم قبولك في البعثة ولكن يا جماعة الخير لا حياتها لمن تنادي ما جاني أي رث وأنتظر اليوم الأول اليوم الثاني في اليوم الثالث إلا تجيني يا جماعة الخير الرسالة إنه برضو ما قبلوني بهذا الترمي في هذه البعثة ولكن بإذن الله على الترمي الجديد راح يكون اسمك من الناس المقبولين لا أخفيكم أنا انهبلت شوي ولعت نار فيه جواي بشكل غير طبيعي بقلت أكيد أن الأمن والخبراء اللي جوا في ذاك اليوم اكتشفوا أن اسمي انضاف مع الأسماء اللي موجودة عندهم في مستحيل أصلا يحققون معاي لا لا مستحيل بيقولون مستحيل طالب أضاف اسمه لأنهم كانوا مستبعدين أني أنا أقدر أخترق وأضيف اسمي كذا علنياً قدامهم بقلت بما أن الموضوع كذا وإسلام أكيد أنه يبغاني أرشيه عشان يخليني في البعثة أفلازم أواجها يا جماعة الخير وجه بوجه يقول إدريس يا جماعة الخير طبعاً أنا مع جلسة المتكررة مع بشار لا أخفيكم تعلمت أشياء واجد مع العلم أني ما قعدت لثلاث شهور أو أربع شهور ولكن أحس أني وصلت المرحلة أني أقدر أسوي أشياء كثيرة فقلت في نفسي خلاص يا إدريس الآن ما لكل الطق الحديد وهو حامي فلوس لإسلام ما رح تدفع له نهائياً وجاء الوقت اللي تفضحه ويصير اللي يصير الآن بيني وبينكم ما معاي فلوس تكفيني حرفياً لنهاية الترب وبرضو الراتب اللي يجيني من الوظيفة برضو ما عد صار يغطي الحاجة رحت البشار في ذاك اليوم وقلت لقيت اسمع بشار دا المرة أنا ناويها نية ويصير اللي يصير شفت إسلام ذا والله ما خليه يتهنى وشفت الرشوات هذه اللي قاعد يأخذها وسجلوا الطلاب في البعثة جاء الوقت اللي أفضحه فيها إلا بشار يقول لي اسمع إدريس بما أنك تبغاها كذا والله لقدح معاك ويصير اللي يصير يفتح الكمبيوتر حقه يا جماعة الخير طاق 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 إلا الفايروس الحد الآن موجود في جهاز اللي يسلمكم إسلام يالي يا بشرك الفايروس موجود عنده فأول شيء نبغى نسويه يا إدريس إن نحن نبحث الله يسلمك عن طرق الحوالة اللي كانوا الطلاب يحولونها له بحثنا يا جماعة الخير بحثنا ما حصلنا ولا شيء يالي طيب أتوقع إنهم كانوا يحاسبونها حرفيا يدوية عشان كذا يبغالنا يا بشار إنه نشوف عملية الاتفاق الأولى اللي صارت ممكن تكون عن طريق الواتساب أو عن طريق اللي هم يتقابلون وجه بوجه فأول شيء خنبده بتطبيق الواتساب لإنه راح نقدر نوصل لها بشكل سريع أما المقابلات اللي تكون وجه بوجه يحتاج إنه نشوف كاميرات المراقبة وممكن برضو ما يكونون داخل الجامعة إلا بشار يقول لي اسمع إدريس عطني أسماء الطلاب اللي يقبلوا في البعثة في الأيام اللي فات ألمهم عطيتها أسمائهم ويبحث يا جماعة الخير ونطلع أرقام جوالاتهم وصير يا جماعة الخير نرسلهم رسائل كأنه منحقين الجامعة ونقول لهم ادخلوا لهذا الرابط مخصص للدروس نحن سجلناه ونرسل لهم يا جماعة الخير وفي من العشرة هذولي ثلاثة خلو أول ما دخلوا إلا نسيطر على الواتساب حقهم طاق طاق يا جماعة الخير ونطلع المحادثات اللي صارت بين الطالب وإسلام وصدق حصلنا عملية اتفاق بينهم إنه يدفع له مبلغ 4000 دولار قبل ما تيجي البعثة وبرضو يدفع له 4000 دولار ثانية إذا قبلوا في هذه البعثة في المهم سجلنا المحادثات هذه وجمعناها وخليناها عندنا في ملف بعدين قال لي بشار اسمع أنا بدخل على الجامعة كاملة وبشوف كل شي فيها وبطلع كل الثغرات اللي موجودة في الجامعة وهذا الشي راح يفيدك يا إسلام قلت له خلاص زين هذا الموضوع خلى بعدين قال لي لا الآن نخلصها ممكن يفرمت جهازها في أقرب وقت يروح حرفيا الثغرا لأنا زارعها في جهازها قلت له أبدا تسوي اللي تبغى صدق جماعة خير بشار قعد حوالي 40-50 دقيقة جمع كل الأشياء وكتب عنها بحث كامل بعدين قال لي اسمع يدريس الشي هذا راح أسلمك يا بعدين ولكن الآن خنخلص من إسلام ونفضحها قلت له خلاص أول شي راح أسوي يا بشار راح أرسل رسالة تهديد إلى إسلام ولكن راح أخفي هويتي بالكامل يقول إدريس أرسلت للرسالة على النحو هذا إنك أنت يا إسلام فضيحتك راح تكون قريب وبإذن الله ما راح أخليك تمشي يقول ترق وأرسل للرسالة لحظاتي جماعة الخير لإسلام يرسلني على الإيميل حاط لي وش تبغى ووش صاير ومن أنت أصلا قلت له أنا أحد الناس المتضررين في الجامعة اللي ما قبلت اسمهم في الإبتعاد وعندي فضايحك كلها في استلامك للرشوات واتفاقك مع الطلاب بعدين كتب لي الكلام اللي قاعد تقوله ترى غير صحيح وأدف يا جماعة الخير في وجهه المحادثة اللي كانت بينه وبين الطالب انصدم يا جماعة الخير إسلام قالوا وشلون هذا الشخص قدر يوصل لهذه الكم من المعلومات بعدين قال لي وش تبغى الآن وش تبغى أسويلك عشان تتنازل عن هذا الموضوع وتنساه قلت له ما عد أبغى منك شيء وعدك بإذن الله عند الشرطة إلا يا جماعة الخير بشار قاعد يرفع رسالة للموظفين اللي فوق إسلام يبلغهم إن إسلام يستخدم الرشوة داخل العمل وعندي كل الأدلة اللي تفيد في هذا الشيء المهم تجاوبوا معاها بسرعة ويصير بشار يرسلها لهم لحظات يا جماعة الخير إلا تجي رسالة لبشار يشكرون فيه إنه بلغ وبرضه إذا حب إنه يعرض نفسه لهم رح يكرمونه ولكن بشار رفض هذا الشيء كله ولكن الآن يا جماعة الخير ارتحت من إسلام من جو الجامعة وبإذن الله إنه يجي قبولي في الابتعاذ في الترمي الجاي وتمر الأيام يا جماعة الخير وأنا أتعلم مع بشار التخصص اللي أنا أحبه مرة إفادني بشكل حرفيا لا يوصف لدرجة إن بشار يقول لي بعض الأحيان يقول لي إدريس ترى تطورك سريع فحافظ على الرتم اللي أنت فيه ألمهم يجي جماعة الخير الترمي اللي بعده إلا وتجيني رسالة القبول في البعثة وأخيرا يا جماعة الخير بعد عناء طويل إنهم قبولوني في هذه البعثة وصير أدرس جماعة الخير في الجامعة لين وصلت جماعة الخير آخر شهور لي في هذه الجامعة وأستلم فيها شهد قال لي بشار اسمعي إدريس أنت تعلمت أشياء كثيرة تذكر ذاك اليوم ويوم أقعد 40 أو 50 دقيقة بعد ما اخترقت الإسلام أنا جمعت لك الثغرات كلها اللي موجودة في الجامعة وتوقع الآن لو أعرض لك الثغرات راح تعرفها كلها لأنك توقع أنك وصلت إلى مرحلة الخبير فأبسلمك هذا الملف كلم فيه الشخص المسؤول في الجامعة وقلنا أن عندك حلول أمنية تقدر تفيد فيها الجامعة وراح يكرمونك وراح يخلونك تتخرج بمرتبة شرم كثيرا بشار والله العظيم الشي اللي سويته واجد والله يعطيك ألف عافية قال لي أبد يا إدريس بما أن نيتك أنك تساعد الناس أنا ما راح أقصر معاك نهائيا وصدق جماعة الخير كان باقي على تخرجي ما يقارب أسبوعين واطلع ذاك اليوم المدير الكبير لمسؤول على الجامعة ودف عليه الباب معاك الطالب إدريس موجود في الجامعة عندكم هنا اسمع أنا عندي حلول أمنية مخصصة الجامعة حقت والجامعة حقتكم فيها ثغرات يعني كثيرة فأنا عندي كل الحلول اللي أنتم تحتاجونها وأنا طالب منكم وحبيت أني برضو أقدم لكم يد العون يقول إلا مدير الجامعة إلا خم الكلام اللي قاعد أقوله له كان لي متأكد أنت قال لي اسمع أنا ما أعرف في الإنترنت بشكل كامل وش رايك أجمعك مع الخبراء وتصير تتفاهم معهم وتتناقش معهم وتعلمهم الخططة حقتك بالكامل قلت لأ أبد ما عندك مشكلة يا جماعة الخير لحظاتها بنص ساعة إلا الخبراء كلهم موجودين عندي اللي موجودين في الجامعة يعني باختصار الناس المسؤولين على الـ IT وصير أشرح لهم أنه فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا والمدير قاعد يناظرني يقول وش ذا طالب اللي قاعد يناقش الخبراء حقيننا بهذه الطلاقة يقول إدريس ألمهم والخبراء هذولي انبهروا مني من المعلومات وكم المعلومات اللي موجود عندي وكنت أعلمهم كيف راح يحلون هذه المشاكل وأعطيهم الأسلوب اللي يستخدمونها فقال لي المدير اسمع يا إدريس بما أنك انت قدمت يد الخدمة هذه فلازم حرضياً انتوجك داخل هذه الجامعة أنك طالب من الطلاب المميزين اللي يقدر يقدم خدمة لهذه الجامعة وصدق يا جماعة الخير في لحظة التخرج جاء المدير وكرمني في الجامعة أني أحد الطلاب المميزين داخل هذه الجامعة وبرضو أني حصلت ثغرات داخل الجامعة وساعدت في إغلاقها يا سلام يا جماعة الخير يقول إدريس هنا الآن أنا أنهيت دراستي ومعاي شهادة جاء اليوم المنتظر اللي راح أقابل فيه أهلي من جديد وأرفع راسهم في هذه الشهادة واركب الطيارة يا جماعة الخير وأنزل في الدولة حقتي واروح لبيتنا وقابل أمي وأبوي وكانوا فرحانين فيني بشكل لا يوصف وبرضو علمتهم على الأشياء اللي صارت لي هناك في أمريكا ولكن الموضوع ما وقف عند هنا الموضوع يا جماعة الخير في أول أسبوع من وصولي لدولتي كلمتني أمي قالت لي أمي اسمع يا إدريس عمتك مكلمتني اللي هي أم أيمن تقول أبغى إدريس يخطب بنتي نظرت في أمي وبتسم قلت يا إمه أنا ما أنفعله لأن أمي ساحرة وأمي إنسانة مو بكويسة عشان كذا يا إمه مستحيل أتزوج من ناس يقربون لي لو تنقلوا بالدنيا على الأرض قالت لي أمي يا أولدي اللي فات فات ولا عليك منهم ولا عليك من اللي صار قبل هم شيء أنت تركز في حياتك ولك حرية الاختيار القبول أو الرف قلت يا إمه جوابي معروف وما يحتاج لأي حربية النقاش تليلهم أن أولدي رافض مستحيل يتزوج منكم وبرضو ما أنتهت يا جماعة الخير القصة هنا يقولت واصلت مع بشار وقلت له راح نفتح شركة مخصصة للحلول الرقمية نقدر نفيد فيها المنشآت اللي موجودة عندنا لأن الدولة اللي فيها أنا يا بشار توهم حرفيا طايحين في أجهزة الكمبيوتر والتحول الرقمي راح يكون الطلب علينا عالي وصدق يا جماعة الخير إدريس قدر يفتح أول شركة مخصصة للحلول الرقمية داخل دولته وفاد فيها بلده بشكل لا يوصل ولهين يا جماعة الخير انتهت قصتنا في هذا اليوم والله يا هذه القصة قاعدة تحمل رسالة عظيمة ان المشاكل في حياتنا دايما راح تصنعنا كبار في المستقبل لا تستسلم حبيبي وعزيز المتابع لأي مشكلة تواجهها في حياتك تعرف ان المشكلة دافع انها توصلك للطموح اللي انت تبغى توصلها ودايما ربي يكتب الخير حرفيا لعباده واشوفكم فمان الله في قصة جديدة سلام عليكم اشتركوا في القناة